أنا عندي كلينت عنده 15 سنة وبالصدفة أهله بلغوني يقالوا لي ده هو حد تداله ستيرويت لا إله 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 الله والله 15 سنة 15 سنة لو هو أخذ جروس هيرمون بدون إشراف طبيبه بدون تحليل 80% ممكن يجيله كانسر لا لا طبعا في ناس تقول راح خذلك جاكوزي بارد في ناس تقولك لا جاكوزي بارد ما ينفع بعد التمرين لن أي أثر على عضرة يعني وينما تروح كل أحد يفتي فدورك تفتي بوسي سي دورك تشفع مروش أي لازمة لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب الامريكانو خطير درب لأفضل تطبيق موسيقى لأفضل تطبيق موسيقى لأفضل تطبيق موسيقى ده بلاك كوفي ده بلاك كوفي موسيقى ماشي ماشي ربنا أسطل ماشي زي لا الأكل عليها عامل كبير أو إحنا ممكن الأكل يأكل الشيبسي أنا ما أقدر أكل لأ مش هنأكل الأكل بيأكل الشيبسي والله يا أكل ما أصح طبعا أنت عايز تأكل إيه غير الكابسة لا لا حتى مو لازم كل لن أكلم حد سبودي فيقول لي أقول له كابسة قول لي أنا ما باكلش كابسة خالص زي أقولش كابسة ملميلي باكل كابسة لا 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 يعني أنا تأكل كابسة على أشكالها بخاري مدري بس إنها عادي ما أأكلها كتير يعني عادي مرة في السبوط طب إيه الأكل اللي أنت بتحب معصوب معصوب غير المعصوب لا أعطيك أكلات بورجر أحب بورجر حلو إيه بورجر فعب جايز آه فعب جايز يعني تعطيني أكل حقي أنا بأكل بورجر حقي وما أنت بيشكل مع الأكلات الثانية يعني فيه محل دوبي مكتشف طب لو عملنا بورجر لا بس طب أكامل لو عملنا بورجر بس معمول بطريقة صحة شوية إيش مشكلة الأكل البورجر العادي فيه بروتين فيه بروتين إيش المشكلة فيه طيب ليش ما تخليني أكل حاجة ما عنديش مشكلة بس نبقى حسبين ما أنت ما ينفعش تفطر بورجر وتتغدى حاجة فيها رز وبروتين وكتير وتتعشر برضو حاجة من بره أنت محتاج تقسم بس تشكل الأكل بتاعك والأكل يبقى معمول بطريقة صحة بس هي قصة كلها في كده طريقة الأكل وزن الكالوريز بتاعتك أنت بتشغلش دمائك بالقصة نحن عن معلك شوف أنا بقولك أنت بتحب تستطعم الأكل أنت بشكلك أكيل بتحبت السطح لا والله أكلي عادي يعني بس يعني أعرف مشاكلي بس ما مشكلة بس أكلي عادي بس أنا بروح تمرين نادي عادي من سواء الجاي وفيه مع مدرب شخص تمام فعني هو بينتبه الحركة ما حصل بس شهاب اللي صدر أنا ما حصل ماشي طالما معك مدرب خلاص ما فيش مشكلة بس الفكرة أنا جلست ثلاثة شهور وما فرجت نتيجة وحسن فيه أغلب الناس يعني فيه ناس تتمرن وخلال أسبوعين تشوف نتيجة باينة داهم أو حتى شهر مثلا فيه ناس تجد ثلاثة شهور ما يبع وش اللي يخلي ناس تبعن وناس ما تبعن عليهم نتائج أنا بشوفها دي لها كذا عامل أول حاجة ممكن الخطة اللي أنت ماشي عليها أو الاستراتيجي اللي أنت ماشي عليها مش مناسبة معك نظام التمرين مش مناسب معك نظام الأكل مش مناسب معك الريكافوري بتاعك مش مزبوط اللي هو الاستشفاء بتاعك مش مزبوط دي ثلاث حاجات أساسية مهمة جدا أنت تاخذ بالك منها أنت محتاج أو في حاجة رابعة اسمها الفاروق الفردية أنا لو أعد سنة متمرنتش وأنت أعد سنة متمرنتش وشيبسي أعد سنة متمرنش ورجع نحن الثلاثة النهار ده أول يوم لنا في الجم دخلنا اتمررنا بعد شهر أنا ممكن أجيب نتيجة أكتر منك ومن شابسي لأن أنا بتمرر بقالي سنين فعندي الزاكرة العضلية أقوى من عندك ومن عند شابسي نفس الفكرة في تمرين معينة أنا جسمي هيستجيب أسرع وجسمي هيرجع ويعمل ريكافري بصورة أسرع فهي الفكرة في كده فأنت كل اللي أنت محتاجه ما تقزمش الأمور ما تخدش الأمور اللي هو أنا خلال شهر عايز أخس 20-30 كيلو لا مش كده أنت محتاج بروجرس صغير متايق صغيرة بسيطة على المدى البعيد يعني لو قلنا لو خسنا في الأسبوع أضعف الإيمان كيلو من الدهون على ثلاث شهور لو فتحناه على ثلاث شهور ولا على ست شهور يدينا نتيجة حالوة غير لما خس ثلاثة كيلو في الأسبوع واجي بعد شهرين ثلاثة أنا تعبت لأنا مش متعود على كده أنا أصلا طول حياتي ممشتش على نظام غذائي وما نزلش تمرد خمسة أيام همبسط بالبروجرس وبالنتاج اللي أنا عملتها بس هاجي بعديها أنا مش كده فأنا محتاج أشوف أنا هقدر أعمل إيه بس طيب إحنا بدأنا أصلا للإسلام أو قد والله طيب طيب الحيل في بأخذها واحدة واحدة بس خلني أشوف أول حال تفضل الآن هل ممكن إحنا نبغى إني أتوقع عن الشكل المثالي للرياضيين في في ناس تأخذ الرياضة كهدف وهذا يقدر يسوي اللي يبغى يعني بيلتزم بالتزامات الناس الطبيعية ما يلتزم فيها بس أهل الإنسان العادي بنظام الأكل العادي يعني يصير يقدر يأكل نفس الأكل العادي بس يقلل ويعني بس أو لا هذا يزبط أكل شوير دم يروح يطلق طلبات خاصة وأكل خاص وكذا هل ممكن يوصل للجسم جيد هيتمرن؟ ويتمرن يعني هو بيروح تمرين ما عنده مشكلة فعلشان تخليه النمط حياة يعني لايف ستايل ما يكون فكذا بيستمر هل ممكن بيقدر طبعا يوصل نتيجة بس إحنا من الناحية العلمية بنحسبها حزبة تانية حاجة اسمها calories in و calories out معدل أو كم السعرات الحرية اللي هو بيدخلها جسمه وكم السعرات الحرية اللي هو بيخرجها من جسمه بيخرجها عن طريق ايه؟ عن طريق التمرين عن طريق طبيعة شغله وبتحرك كتير في المكتب ولا لا معدل حرق وعمل ازاي الحاجات دي كلها فلو حد عايز يضعف أو يخس في الوزن بيدخل كمية سعرات حرية مش كتيرة وبيدخل وبيخلي تمرينته فيها سعرات حرية عالية عشان يبدأ يبقى المعادلة اللي داخل مش كتير واللي خارج أكتر فيبدأ يضعف في الوزن على عكس واحد عايز يزيد ويبدأ يدخل calories كتيرة سعرات حرية أعلى جسمه ويحرق في التمرين calories بس مش نفس السعرات الحرية اللي بيحرقها الشخص اللي عايز يخس فبيبدأ يزيد يبدأ يزيد عضلات أو يبدأ يقوي من عضلاته فدي لها حاجة ودي لها حاجة فيه ناس فيه واحد عايز يفضل سابت زي ما هو أنا لا عايز أخس ولا عايز أزيد عايز أمنتين فبيدخل سعرات حرية برقم معين واللي بيحرقه بيبقى رقم متقارب أو مشابه لرقم ده فده اللي بيديله على المدى القريب أو المدى البعيد اللي هو عايزه فالحين أغلب أو بجول كل المطاعم تهط السعرات الحرارية يعني أقدر قد لا تكون دقيقة هذه مشكلة ثانية أكيد مش دقيقة بس تقريبي صح فإذا أخذت أكل عادي بيكون جيد بهذه الطريقة يعني بيساعدني على وزني لكن السعرات حرارية أقل من اللي أنا هو طبعا طريقة عمل الأكل أو طريقة الطبخ تفرض أنا النهاردة لو بعمل كابسل احنا بالمناسبة عاملين كابسل سعودي بطريقة دايت لها فيديو هبقى بعده لك تتفرج عليه الطريقة في طريقة الرز هو بتعمل بتحط عليه سمنة أو زيت أو أيا كان الحاجات اللي بتتحط عليه بتزود من السعرات الحرارية اللي موجودة والسمنة أو الزيت الحاجات المهضراجة الزيوت المهضراجة والسمنة والحاجات دي دي بتزود في الوزن وبتعلي مع الوقت إحساسه أو ممكن يجي له يقدر الله حاجة جلطات أو يجي له كولسترول أو حاجة يعني أمراض المشابهة الحاجات دي اللي بتيجي من الجنك فوضة عمد فاحنا فكرنا إزاي تعمل الأكلة دي بطريقة صحية وتتعمل تبقى خفيفة على المعدة أنا دايما عادة لما باكل الكابسة أو الحاجة ببقاش قادر أتحرك يعني صحابي كتير ما بيعزموني سعوديين أو كده بقعد مش قادر أتكلم فهي الفكرة أن انت تعملها بطريقة صحة انت النهاردة لو بدلت معلقة السمنة أو معلقتين السمنة دول بمعلاقة زيت زيتون أو معلقتين زيت زيتون هتفرق معك كتير قوي هتفرق معك كتير قوي انت لو انت بتبص للطعم هتختلف شوية يعني الطعم هيختلف معك شوية بس يبقى انت وفيت بالغرض ما دخلتش كم السعرات الحرية العالية وفي نفس الوقت استمتعت بالأكل اللي انت عايزة وعندي برضو يعني تعقيب صغير على الأكلة الكابسة دايما بيبقى الرز كتير صح أكتر بكتير من البروتين فمحتاجة بس تتعامل معادلة شوية بين دي انا شايفها صعبة شوية بس يعني لو انت معزوم ومش عارف تتصرف ازاي في عزومة وقدمك كابسة وقدمك أكلة فيها رز كتير حاول تخش بالبروتين الأول حاول تاكل البروتين الأول لأن البروتين دا هيساعدك إن انت تشبع بصورة أسرع الألياف اللي فيها تساعد معدتك إن هي تتملي بصرع وتشبع فما يبقاش عندك مساحة فاضية كبيرة قوي في معدتك إن انت تاكل رز كتير أو تاكل بعد الأكل حلويات كتير أو كده فالبروتين أنا بفضل أن انت تبدأ به وطبعا هتدخل رز بس تبقى بكمية أقل والسلطة طبعا ممتاز برجع للريابة الحين في ناس تخسر رز هذا أغلب الناس دي تتمر هل المشي كفاية؟ المشي بصراحة مش كفاية هقولك ليه هو طبعا خلينا نقول قضع في الإيمان اللي قادر يعمل مشي يعمل مشي بس المشي دا بيشتغل على الحاجة معينة المشي دا بيشتغل على قضرة القلب أو الكارديو فاسكلر اندورنس من قدرة القلب على أداء المجهود البدني مالوش علاقة بزيادة العضلات احنا دايما بنفكر دايما إن زيادة العضلات هي هتسرع معاك أكتر أو تمرين المقاومة عن مثلا أنت تتمرن مش لازم تشيل وزن تقيل قوي بس تشيل 5 كيلو 10 كيلو تمرين المقاومة دي بتساعد بشكل كبير قوي على نزول الوزن وزيادة العضلات يعني أنت لما هتشيل وزن السورسوف باور بتاعك اللي هيتاخد أنت محتاج زي زي حاجة تحرق أو العضل عشان يشتغل بتاخد السورسوف باور بتاعها من الفاتس أو الكاربس فأنت لما تاخد من ده تتحرق وتبني بها العضل حالي فهي دي الفكرة أنت مع زيادة التمرين دي أنت تبدأ تزود في التمرين وتعمل تمرين مقاومة هيسهل عليك أحسن لما تعمل كارديو بس مشكلة الكارديو إيه لو التزمت بس على أن أنت تعمل كارديو مش هت مش هتزيد مش هتخس أو هتخس دهون وهتخس عضل وده احنا مش عايزينه احنا عايزين دايماً الجسم يبقى مشدود فده مش كافي أبداً أن أنت تمشي على ده بس بفضل أنت تدخل تمرين مقاومة لأن تمرين مقاومة هتسهل عليك أكتر من أنت تعمل كارديو يعني هتسهل عليك مش في الوقت يعني هتسهل عليك في النتائج أحسن ويستحسن طبعاً تعمل الاتنين يبقى فيه مكس بين ده وده التمرين مقاومة أفضل من التمرين الجري والمشي والكارديو مش أفضل الاتنين بيكملوا البعض لو أنت بتدور على خسستان لأن ده مستمرين الكارديو بتشتغل على قوة القلب قوة عضلة القلب هتشتغل معاك أن هي تحرق في الفاتس بعد وقت معاين يعني إيه يعني أنا النهاردة أنت هتعمل قد إيه كارديو هتعمل نصف ساعة كارديو مثلاً مثلاً أنت من اللي ديئة واحد للڭيئة 20 من اللي ديئة 1 للڭيئة 20 أنت الجسم لسه في حاجة اسمها مرحلة الورمينج أب أن جسمك لسه ما دخلش في الفات بيرن زون إيه الفات بيرن زون؟ أن أنت جسمك ما دخلش في مود أنه يبدأ يحرق في الفاتس بتاعت الجسم فمن ديئة 1 ديئة 20 أنت لسه بتسخ فأنت فيه عشرين دقيقة اعتبرهم تسخين ضايعين على الفادي عشان كده ايمن بفضل الناس تعمل تمرين الكارديو بعد تمرين المقاومة ليه مش جابر هقولك ليه اشرب ما يقولك انا بقولك الكوفي ضربت فيه ممكن اطلع عمل نجو عقلة هتستحمل او هتنزل عليها هقولك انا ليه انت النهاردة دخلت الجيم سخنت عملت الورمواب بتاعك سخنت خمس دقايق دخلت تمرين تلحديد هتاخد منك وقت قد ايه اقل حاجة ساعة يعني خلينا نقول نص ساعة ساعة لروق خلصت التمرين انت جسمك خلاص دخل في مرحلة الفات بيرنزون دخل في مرحلة ان انت تبدأ تحرق في الدهون حالا فبعد ما تخلص التمرين بتخش على تمرين الكارديو فانت من اول دقيقة بتعملها في تمرين الكارديو انت بتحرق من الدهون بتاعت جسمك معلومة كمان انت مش محتاج ان انت تعمل مجهود عالي قوي عشان تخس في الكارديو مش محتاج ان انت تجري نص ساعة ده مش منطقي لحد لسه بيبدأ او حد لسه بجينر يعني محتاج ان انت تمشي على سرعة متوسطة زي المشي السريع اللي هو الجوجينج تمشي مشي بتند كده وده مدخلك في الفات بيرنزون انت كده بتحرق في الفاتس على طول تروح على اي منطقة مثلا زون ون منطقة واحد ثلاثة أربع في الجري مش فاهم يعني فيه اللي هي زون ون زون تو زون ثري على التريدمل يعني او اي حاجة بس ما تبقاش لا الشدة بتاعته ضعيفة قوي ولا الشدة قوية قوي يعني انا مثلا انك تتنفس بصعوبة ولا لا لا قبل ده قبل ده يعني مثلا لو قلنا على التريدمل خلينا اقول لشخص عادي ممكن يمشي على ست يمشي سبيت ست ولو هو قادر هو برضو بيجرب مع نفسه يعني لو هو قادر ممكن يعلل تريدمل طالع لفوق شوية ده يصعب عليه الموضوع شوية بس انا مش عايزه ينهج يعني مش عايزه يدخل اللي هو مش قادر يكمل وهذا يساعد ان الواحد يخسر وزن اه طبعا اه طبعا لان انت من اول دقيقة ما ضيعتهاش انت من اول دقيقة لما خدتها بعد بعد تمرينة المقاومة من اول دقيقة انت داخل في فات بورنزون على طول انت كده في الامان هنا تنصح خمس تجايج عشر تجايج في الاول في الاول خمس دقيقة بس تسخين كده فيه ناس بيجيش عندها وقت بتخش تسخن بال ده الاقصد اللي بعد التمرين وش المدة المثالية انا بفضل نص ساعة نص ساعة اه يعني لو قلنا نص ساعة تمرينة حديد ونص ساعة تمرينة كارديو حلوة اوي ثلاث يام في الاسبوع تعمل نتيجة هايلة بس هتقلل الكابسة شوي نعم لك الكابسة الكابسة مرة هينة وانا عائر في حاجات اكتر طيب ودي الناس اللي يعني يعني بمعنى اغلب الناس تروح تثمرن برضو اللي خسرت روزن بعدين تجي يعني احس الاقل اللي بيعضل اموره طيبة هو فهمش بس الحين هل مفترض اني اخسر وزن بدينا اروح النادي ولا اروح النادي وانا دب ام 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 لا هو مفترض انت مش دب احباد لا لا وانت مش دب خالص لا خالص والله اش اسمه زايد وزن زايد وزن يعني انت عايز تعرف الفرق بين يعني هل اخسر الوزن اول بدينا اروح النادي فاخسر وزن باني حمية غدائية والجل الاكلية روح اكل لا انت مش متعود لان انت مش متعود على كده ايش مش متعود ان انت تعمل ده انت محتاج ان انت اول حاجة تحط هدف تمشي عليه فيه ناس بتقولك ايه خس الاول عضل وخس دهون وبعد كده بدأ ابني عضل حالا وفيه ناس تقولك ايه زيد عضل وانت كده كده دهونك زي ما هي وبعد كده تخس الدهون وفيه مدرسة تانية خالص ودي اللي احنا او دي اللي بشوفها اكتر حاجة صح ان انت تعمل الاتنين في نفس الوقت ليه بقى اولا خلينا نمسك المدرسة الاول المدرسة الاولة بتتكلم بتقولك ان ان انت تزيد ان انت تخس دهون وتخس عضل وبعد كده تبدأ تبني عضل دي مشكلتها ايه ان انت الدهون اللي انت هتخسها تمام ما عندناش مشكلة فيها العضل اللي انت هتخسه هيبقى فيه مشكلة ان انت تزيده تاني مش سهل زيادة العضل زيادة العضل دي فيه ناس بتقعد سنة كاملة تتمرن وبعد كده يجي في الاخر لايق نفسه زياد كيلو موسلز بعد ما بيعمل كاتنج او بعد ما بيعمل كاتنج يعني ابطال العالم مثلا بيقعد يتمرن طول السنة بس خبالك وبيدخل بقى في بولكينج سيزون وزي البيج رامي والناس دي بيدخل في البولكينج سيزون ويزيد في الوزن قوي بعد كده يبدأ يزود العضل ويقلل نسبة الدهون وليهم استراتيجي كده ماشيين عليه في اخر السنة كلها او في اخر لما بيجي خش بطولة ايه نفسي زياد كيلو عضل على الجسم كله او اتنين كيلو ماكسمان فالموضوع مش بالسهولة دي فخسران العضل ده مش حاجة سهل دي اول حاجة تاني حاجة بيخلي شكل الجسم مش حلو ترهولات وكده ترهولات وبيخلي الجسم مش مشدود انت مش متعود ان انت تلعب تمارين مقاومة فهيصعب عليك الموضوع ان انت يبقى يسرع معاك سرعة ان انت تحرق الدهون ان انت مع تمارين مقاومة هتحرق دهون بصورة احسن فالمدرسة دي انا مش معها خالص هي ممكن تنفعك في حاجة اللي هي طبعا مميزات ان هي هتحسن قوة عضلة القلب دي المميزات بتاعت هو تغير في شكل جسمك بس جسمك لا هيبقى مشدود ولا هتبقى اقوى ولا هتفيدك في حياتك اليومية لان احنا محتاجين عضلاتنا في الحياة اليومية انت مش كل حاجة هتبقى معتمدة على عضلة القلب انت محتاج تشيل حاجة تقيلة محتاج تتحرك بصورة افضل محتاج تزق حاجة محتاج تبقى انت اقوى وده هيحافظ على المفاصل كمان ان المفاصل قوتها ان انت العضل اللي بين المفاصل ده هو اللي محتاج يبقى قوي مش محتاج ان انت تعتمد كل حاجة على عضلة القلب ميش علاقة عضلة القلب؟ عضلة القلب بتضخ الدم للجسم كله ده في الجزئية بتاعت اللي هي طايب 1 قوة عضلة القلب ان انت عضلة قلبك تضخ دم احسن واتدخل اكسجين احسن للعضلات وللجسم بصورة عام وفي حاجة اسمها ده اقصى حاجة الجسم او اقصى حاجة القلب بيقدر يوصل لها اقصى ضربات قلب الجسم يقدر يوصل فده انا بشوف الوصول لها دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة في ناس تقولك ايه انت تمرينك ان الهارت ريت بتاعي مثلا 150 فانا لازم دلوقتي اهدي التمرين لأ تزيد تزيد بس طبعا ما تبقاش لسه مبتدئ وتزود احنا بنحسبها ازاي انت بيبقى ليه كلامة برضا كيف تنحسبها نحسبها ازاي ليها معادلة 220 للرجال 220 ناقص العمر ده الماكسوم هارت ريت بتاعك بغض النظر عن وزري بغض النظر عن وزنك وللسيدات 200 ناقص الثاني يطلع لك الماكسوم هارت ريت هو ده الرقم المثالي هذا الماكسوم اللي تجري توصل له يعني اه طبعا يا ريت تقدر توصل له بس طبعا لو حد لسه بادئ ما نصحش ان هو يخش فيه على طول يعني هو اصلا هيبقى صعب ان هو يوصل له الهارت ريت هو هذا اللي يطلع في في الساعة اه ممتاز وكيف اكدر اعرف ان عدرت القلب جيدة ولا اشوف الماكسوم هارت ريت بتاعي قد ايه هل انا قريب من الرقم ده ولا بعيد عن الرقم ده مكي وانت كما انا هتحسها مش كارقام يعني هتحسها على يومك ماشي ازاي هتحسها على حركتك ماشي ازاي انت برضو بتحس انت كنت الاول قبل التمرين تحس ان انت تعبان على طول خملان مش قادر تتمرن بقى اقل مجهود بتتعب انا بدأت احس بقى الموضوع ده امتى لما خلفت انا جاي لك من مصر وقبل ما اجي كنت في مصر ياف سافرتي ومين كده غير مع مراتي وابني جو الاطفال عندهم طاقة رهيبة فانت محتاج ان انت تلعب معاه وفي الرملة وفي الماية وتنزل مش عارف مع ايه فبقول بعض افكر كيه بقول طب الرجالة اللي حياتهم بعيدة على الرياضة بيعملوا ايه اه بيعطيه ازاي انا عندي ولد اسمه عمر فاللي عنده اثنين وتلاتة ده بيعمل ايه يعني بفكر الله معاك بصوت عالي يعني ده بيتصرف ازاي بيعطيه ايباد يقول له لا تلعب خلق ما دي مشكلة ما دي مشكلة صحيح صحيح لا لا مشكلة والله لو طاقة مصغر جديد انا اكلمك في طفل واحد لو فيه اثنين وثلاثة كارس سينا هذا تمرين للحال هو ده طبعا تمرين ده تمرين خش تسخن قبلها عندي سيشن معي مني دلوقتي نخش امرانه بتصميم مستوحة من اكبر واحة نخيل في العالم واحة الاحساء يقدم مستشفى الموسى للتأهيل تجربة علاجية مميزة ويضم مجموعة من المراكز والمرامج التأهيلية المتخصصة لمرضى الاعصاب السكتات الدماغية تأهيل الاطفال مرضى السرطان العظام ومبتوري الاطراف يحتوي المستشفى على مركز متكامل لتأهيل الاصابات الرياضية مزود بوحدات العلاج المائي والعلاج بالأكسجين عالي الضبط ليمثل واحة استشفائية متكاملة في قلب الاحساء مستشفى الموسى للتأهيل اهل التأهيل جديد على الرياض الحمدل على السلامة في اول يوم لك في الرياض تستعلم اشياء كثيرة منها وعنها وبتكتشف ان الرياض مدينة الخيارات واكبر مصدر للموزات ممكن نوضع يومك وانت ابحث عن موقف دور موقف او تقدر تكون صاحب موقف تسكن قريب من كل شيء او كل شيء صغر قريب منك تقدر تعيش في دارك او تتعرف على جارك تقدر تسكن في مكان عادي او تسكن في صفر مجتمع يلبح تياجك ويسبك توقعاتك احنا خلصنا اول طيب نرجع لتاني طيب الطيب الثاني انه هو بيزيد عضل ومش مركز مع الدهون فهو شكل جسمه زي ما هو هو شكل جسمه بالعكس ده شكل جسمه كمان شكله بيدخن لان انت العضل ويددهون فهو عمال يشيل في اوزان وهو فاكر انه هو شكل جسمه بيتحسن بس انتك كشكل بتشيل احسن في الوزن او عضلتك بتقوى بس الشكل الدهون مغطية الجسم ده فدي بيبقى شكلها مش حالو بصراحة يعني الطيب الثو ده بيبقى شكلها مش حالو وبيبقى مركز كل تركيزه على اشيل وزن تقيل اشيل وزن تقيل ابدأ زود في الوزن ابدأ زود في الوزن ده بيقويش مع عضلة القلب ده بيخلي صحته على القد ده لو جيت قلت له اجري مثلا من هنا ميت متر هيشحر مش هيقدر يكمل لان هو عضلة قلبه مش قوي فانت محتاج ان انت التمرين مايبقاش بس مجرد شكل او انت محتاج من جوة تبقى الصحة كويسة فدي حاجة مهمة الناس كانت معظمنا حتى من زمان كنا منفكر انا بروح الجيم اشيل وزن اشيل حديد والفكر بتاعنا اللي هو التلاتينات لحد الخمسينات اروح اشيل وزن بس ازود في الاوزن وبتاعه ببقى شكل عضلة كبيرة بس مش مهم ما انا صحيتي عاملة ازاي لا الموضوع مش كده الموضوع ليه جوانب كتير هنرجع له بس خليني ااخد معاك طايب سري الطايب سري بقى ده احسن حاجة لان هو بيشتغل على الحاجتين زيادة المسلز وزيادة العضلات وتنزيل الدهون ده احسن حاجة ويمكن يكون اسرع حاجة تقدر تعملها لان انت بتشتغل على الحاجتين في نفس الوقت زيادة العضلات بان انت تزود الاوزان بتاعتك ده الحملة التدريبية بتاعك تدري جيا بطريقة علمية مظبوطة وفي نفس الوقت انت بتشيل وزن فدهونك بتنزل والدهون والدهونك بتنزل والعضل عشان ياخد السورسوف باور طالما فيه دهون كتير انا بيكلم على شخص دهونه كتير بياخد السورسوف باور بتاعه من الدهون يحرقها عشان يزود العضل هيبدأ جسمه يزيد عضل وياخد من الدهون بلاس ان انت لما تعمل كارديو بطريقة معينة تدخل جسمك في الفات بيرنزون اللي هو بعد التمرينة الحديد فتبقى حرقت برضو كالوريز زيادة لان انت لو عملت في الكارديو مثلا خلينا نقول نص ساعة بعد التمرين حرقت ربعمية كالوري فده برضو ساعد من السعرات الحرية اللي انت تاكلها فبتلاقي جسمك كل اسبوعين او كل فترة لما بتيجي تبص على نفسك لان نفسك بتقل في الدهون وبتزيد في العضل فشكل جسمك بيتحول انت حس ان في حاجة بتطلع من جوة والدهون بتقل فيديك الشكل اللي يحسسك ان انت ماشي صح اسبوعين كل 14 يوم لازم تشوف متيجة في جسمك طيب ده اللي هنعمله بقى إن شاء الله إن شاء الله كيف اللي واحد يشتغل على هذا والشكل المثالي في النوع الثالث كايه كان هو يبدأ يعني حد بجينر طيب انا بشوف فيه تلات عناصر اساسية في القصة كلها في بجرة ان انت ازاي تبدأ طيب ميت انت عايز تعرف ماشي كلين مركزة لان تلات حاجات مهمة جدا في اي حد عايز يعمل نتيجة في الجيم او في شكل جسمه وصحته اول حاجة هو مسلس تلات قضلع اول حاجة النظام الغذائي النظام الغذائي بتاعك لازم يبقى متوازن وفيه كل العناصر اللي جسمك محتاجها مش بتديق مش برخامة مش ب مش الموضوع يبقى وانت متؤزم انت محتاج تاخد حاجة علشان تمشي عليها للمدى البعيد وتكمل عليها فهنقول اول جزء النظام الغذائي بلس السابلمس والمكملات دي برضو دخلة معانا اه دي دخلة معانا لان انت هيجي وقت معين جسمك هيوقف جسمك بيدخل حاجة اسمها البلاتو مرحلة البلاتو دي ان انت جسمك وقف عند حاجة معينة ده لي اسباب كتير يا اما جسمك خد على التمرين نظام التمرين اللي انت حطه فانت محتاج تغير نظام التمرين يا اما جسمك خد على نظام الدايت فيه ناس بتقولها يا كوتش انا ماشي على نظام دايت بقالي ست شهور وبقالي تلات شهور مش حاسس بنتيجة ما هو انت خلاص جسمك عمل تكيف وادابتيشن على النظام ده فانت محتاج تغيره ده اول جزء الجزء التاني ده طبعا هخلصنا جزء الاول ضلع اللي هو النظام الغذائي والمكملات الجزء التاني التمرين التمرين عشان يبقى صح ويديك نتائج مظبوطة مش بس شي الاوزان ومش بس تجري كارديو الموضوع يعني انا بخطولك من ناحية بقى العلمية ازا كوتش مش ازا يعني حد عايز يخس او حد اول حاجة انت محتاج تقوي او تشتغل على القوة العضلية القوة العضلية دي هتفرق معاك في حاجات كتير ده اول ضلع هم دي بقى اربع اضلاع انت محتاج تقوي عضلاتك بان انت تشيل اوزان بان انت تبدأ تزود في اوزانك تدريجيا بان انت تركز كل فترة على انت بتشيل ايه وبتزود ايه وايه اللي انت هتزوده الفترة اللي جاية بلاس تاني ضلع بنتكلم عن ال endurance التحمل هتك تشتغل على التحمل مش بس شيء الاوزان بقى انت القوة العضلية والتحمل وال تحمل عضلة القلب ورابع حاجة المرونة المرونة الفلكسباليتي والمرونة والاطالات والجزئية بتاعة الجسم من بار دول الاربع حاجات اللي لازم يبقوا متواجدين عشان تعمل نتيجة كويسة لان احنا النهاردة بنتكلم احنا مش عايزين شكل بس انا عايزين صحة كويسة شكل جسم متناسق اقدر اتحرك بصورة افضل حركتي تبقى اسرع اقدر ان انا لو في حاجة حركة فجائية اقدر الحقها بسرعة الفانكشن البتاعي في يومي او الحركة اليومية بتاعتي اقدر اعملها بشكل مصبوط انت تكون نسانة صح بالزبط فانت مش محتاج تركز على المسلز بس محتاج تركيزك على زيادة الاوزان تشيل اوزان او اللي هو التركيز على العضلات تشيل وزن محتاج تشتغل على الاندورنس التحمل التحمل ده اللي هو تقدر تكمل تمرينتك للاخر يعني انت النهار ده كنت بتشيل وزن او بتتمرن تمرين نص ساعة لو بعد شهرين ثلاثة او بعد شهر تمرينتك نص ساعة برضو وانت مش قادر تكمل التمرين يبقى انت كده فيه مشكلة انت فيه مشكلة عندك مهمة جدا انت محتاج تزبط الجزئية دي محتاج ان انت تشتغل على الاستشفاء العضلي الاستشفاء دي الضرع الرابع الاستشفاء دي او الريكوفري دي لها حاجات كتيرة بقى قوي محتاج تركز عليها جدا لان دي هي اللي بتعمل النتائج الاستشفاء دي بتيجي عن طريق ازحاج اول حاجة المساج ان انت تعمل مساج ان انت تنام كويس ريكوفري النوم بيساعد جدا على الريكوفري ان انت في حاجة اسمها الايس باس دي للأسليتس شوية ان هو يخش في في مكان فيه تلج بس ده صعب شوية على الناس اللي لسه متادقة انت عارف ان التمارين البسيطة اللي هي الكارديو تساعد على الريكوفري لان هي بتتسرع بتتسرع الدورة الدموية ان هي تمشي بصورة اسرع فتطلع اللاكتك اسد من المسلز والسموم والحاجات اللي موجودة في الجسم وتطلع التعب العضلي ده يخرج من الجسم فدي الحاجات الاربع حاجات اللي مهمة اللي انا شايف لازم يكون موجودين في ايه برنامج ولازم اي شخص بحط برنامج لازم يركز على الاربع حاجات دول متاز لو بيتراك ناخذهم واحدة واحدة وندخل جواه شوي اول واحدة اللي هي تقول ترعب لات شلون مش هي الشي اللي انت صح في يعني اللي هو الحين زيالة بس انك تشي لوزان ولا انك لو هنقسمهم واحدة واحدة على حسب الهدف انت بتقدر تحدد البرنامج التدريبي المزبوط بتحدد شدة التمرين بتحدد وقت التمرين بتحدد القوة او الطريقة اللي انت هتمشي بيها في برامج كتير قوي موجودة وفي برامج على الانترنت موجودة اكتر بس الفكرة ان انت لازم تحدد قبل اي حاجة الهدف اللي انت هتمشي عليه خلينا ناخدها اذا اكزامبل اذا كيس معينة واحد مثلا وزنه خاننا نقول مئة كيلو مثلا وعايز يخس التمانين عايز يخس عشرين كيلو يتصرف ازاي او يبدأ ازاي البداية هو لازم يحدد الهدف حددت الهدف بتاعي هتمرن كمرة في الاسبوع مدة التمارين دي قد ايه نظام اكلي هزبطه ازاي الحاجات دي كلها فنرجع لجزئات التمارين انت النهاردة دخلت مش عارف تعمل ايه في الجيم مش عارف تتصرف ازاي بشوف انا هقدر اعمل ايه انا هقدر اتمرن والله يا جماعة انا هقدر اتمرن ثلاث يام في الاسبوع فانا هبدأ اقسم التمرينة بتاعته ثلاث يام في الاسبوع بوش بول لاجز عندك بقى فيه تمارين كتيرة موجودة للجزئية دي بس فيها دايما توستاية فيها دايما توست بتتعمل انا النهاردة مش لازم ااخد نفس البروجرام زي ما هو انا النهاردة بتكلم ازا كوتش مش لازم احط البروجرام زي ما هو ما هو ممكن يخش يجيب بوش بول لاجز من على من على الانترنت بس انت ممكن ما ينسبش معاك ده يعني ممكن تجرب البرنامج ده وما ينسبش معاك ممكن حد تاني يجرب البرنامج ويناسب معاك ليه ايش الفرق فيه فروق كتيرة فيه مبدأ اسم ومبدأ الفروق الفردية زي ما قلتلك احنا النهاردة دخلنا اتمررنا انا جيناتي مش زي الجينات بتاعتك جينات الورسية مش زي الجينات بتاعتك فانت النهاردة استجابة جسمك أنت للتمرين وللقوة ولن أنت تريكافر بسرعة وترجع للشيب بتاعك أسرع مني البيئة اللي أنت عايش فيها غير البيئة اللي أنا عايش فيها الظروف المحيطة اللي أنا عايش فيها غير الظروف المحيطة ثقافة الأكل نفسها مش هي زي ثقافة الأكل أنت ممكن تعمل حاجة أنا مقدرش أعملها أنت ممكن النهاردة تقرس على نفسك وتمسك نفسك شوية في الدايت أنا مقدرش أعمل كده وأنا معرفش وأنا معرفش أن أنت عملت ده فأنا دايما بقيس إيه دايما يجي لي حد يقول لي والله كنتش أنا صاحبي بيتمر معايا وبدئين مع بعض وهو جسمه فرق كتير أو عني هلأ أنت محتاج تبص على العوامل دي هل العوامل دي إحنا زي بعض فيها لا نوي ولو صدفنا في حاجة واحدة الخمس حاجات التانيين إحنا مش زي بعض فيها طيب بس كيف أقدر أعرفي إذا هذا التمرين المناسب لي أو لا أو هذا البرنامج المناسب لي أو لا هل أقدر أعرف ولا أجرب شهر شهرين وكتشف أنا بفضل دايما أن أنت يبقى معاك في الأول كوتش يعني إحنا خلينا نتكلم يعني أخذها لك بطريقة مختلفة أنت النهاردة عايز تتعلم فرنساوي هتخش على النت وهتقعد تجيب الناس بكيف تتعلم اللغة الفرنسية والفيديوهات اللي هي على اليوتيوب وانتشو 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 وراه ده بالنسبة لك ده أحسن ولا هتروح لحد متخصص يسهل عليك الموضوع يقول لك أنا هدي لك هعلمك اللغة الفرنسية في ثلاث أسابيع لو أنت عندك القصة دي هتعمل إيه يعني أفهم منك لو تروح مع واحد بتتعلم من فضل يعني طيب لو أنت هتروح لدكتور هتدور على دكتور شاتر طيب نفس الفكرة أنت عايز تختصر على نفسك بس أنت غالين لا خالص والله خالص أنت لو عندك مشكلة الجلسة 300 ريال يعني غالي والله أنا ما أدري عنك الحين أنا أستاذ كلهم في النادي والله 300 ريال ولا ما عندك يجيب أحد من بره يعني طيب خليني أكمل لك الحد وسهل عليك أقول لك إيه الحل للموضوع ده أو تختار إزاي المدرب الشاطر إزاي تختاره عشان برضه محدش يقول لك لا أنا هعمل لك وهسوي لك وهو مش مش شاطر الجزئية بتاعت هكذا بيقول لي حتة بتاعت التمرين هو التمرين فأنت تقول لي ممكن في برنامج يناسبك في برنامج يناسبك في برنامج يناسبكش خالص تقدر إزاي تحدد ده إنت بتشوف عشان ما تقعدش تتعب وتجرب كتير شوف الشخص اللي هيفيدك شوف الشخص اللي هيوصلك لده بصورة أفضل ما تقعدش تجرب عايز تقعد تجرب أقعد تجرب بس مش كل الحاجات اللي هتلاقيها عني صح يعني أنا النهاردة جربت تمرين وجاب نتيجة كويسة قوي معي هنرجع تالي المبدأ الفروق الفردية أنا مش زيك فأنت خدت التمرين ده جربته وما جابش معاك ما أنت كوتش أنا جربت التمرين ده وما جابش معاك عشان أنت مش زي وأنا مش زيك ربنا خلقنا مش زي بعض فكل حد ليه سيست معين عشان كده دايما نحن بنقول لازم الناس تاخد بالها من مبدأ الفروق الفردية ما تقارنش للمقارنات لأن أنت النهاردة قارنت نفسك بكوتش أو بواحد بيتمرن بقاله عشرين سنة زي واحد يبعط لي يقول لأنا عايز أوصل لجسم كريستيانو هدف حلو هدف حلو بس هدف مش وقعي لا أنت تمرنت زي كريستيانو ولا أنت طبيعة شغلك زي كريستيانو ولا أنت جيت على نفسك في حاجات كتير زي كريستيانو راجل ما شاء الله داخل على كم سنة؟ 40 سنة هو ما شاء الله آه يعني لا لا ما شاء الله إكس في الملعب يعني فهي قصة كلها لا للمقارنات ما تقارنش نفسك بحد محتاج أن أنت ما تبشيش على حاجة من عن نت لأن هي يا صابت يا خابت وبعدين أنت أخذ بالك أنت بعد شهر أو شهر ونص ماكسما ملازم تغير ببرنامج إذا كان نظام تنريب أو نظام أكل أنت محتاج تروح لحد متخصص أكتر زي الدكتور وده ساحتك دائما الناس دائما الناس في حتة سأنا بس شوانا أدائم الحتة دي دائما الناس في حتة التمرين أو الجيم يقول لك أنا هخش أجيب تمرين مع نت أنا أشوف صاحبي بيلعب يأخش شامل مع هي خطة تاجر وودك تتوسع لجمهور أكبر مع سلة أسهل الحلول التقنية لإدارة تجارة بوابات دفع شحن وتخزين وإدارة مخزون ورب مع مختلف التطبيقات اشترك الآن وضاعف مبيعاتك شن الموسيقى الآن إحنا عندنا مكتبة البودكاست كل برامج بودكاست تقريباً أربع مليون أي حلقة تنزل جديدة في أي مكان في العالم نقدر نعرفها خلال خمس دقائق وننزولها ناخدها بعدين نرسلها للمدل ذكاء الاصطناعي يستقبلها يبدأ بعملية الحوسبة يفصل موسيقى عن الصوت يرسل لنا مرة أخرى الحلقة إلى مكان للتخزين آخر بعدين نوديها للتطبيق تقدر تجرب الميزة في تطبيق راودة ثمانية الرابط فوس في الحلقة أول حاجة أنا مؤمن شخصياً أنا مدرب شخصي يفيدك أكثر لا يفيدك إذا في ناس تقدر فأنا أقول إنه خيار ممتاز وإنه أفضل لأنه يساعدك حتى يخليك تقدر تخلص الساعة بسهولة وإديك حافز بردو يعني بدون مدرب وممكن تجي ساعة وأنا أورادي طفشت أو أحيانا حتى لما تساعد تمرين إذا بدأت يعني مع التكرار يزيد يعني ينديك تكسل بسهولة بس هو بيساعدك إنك تكمل العدد تمرين مفترضاً أن تساعد فأنا مؤمن بأهمية بس مو بالضرورة إنه كل الناس تقدر يعني أورادي أنت عندك اشتراك النادي فهذا غالي زائد عندك اشتراك ممتازل باللي هو غالي فليس بالضرورة كل الناس هل ما أقول إنه ما فيه خيار ثاني تطبيقات تعطيني هذه على الأقل البداية طبعاً أنت ممكن تبدأ حاجة أنت عايز تعمل حاجة من على الإنترنت تجيب حاجة فور فري ما تدفعش عليها فلوس خالص وتبدأ تشترك فيها أو تخش عليها وتبدأ تشوف على البيانات اللي موجودة فيها ده هيساعدك في الأول أنت النهاردة لو قررت إنه أنت تزبط أكلك أنت من نفسك من غير أي كوتش قررت أنه أنت هنزل ثلاث يام في الأسبوع حتى مش هتمرن تمرين تحديد هنزل هجري نص ساعة أو هتمشى نص ساعة أو ساعة وهعمل ضغط على كم حاجة كده كله 45 دقيقة 3 يام في الأسبوع وزبط أكلك شوية هتخس هتوصل لنتيجة وهتوصل للي أنت عايزه بس بعد شهر هتعمل إيه هتفضل على نفس النظام فمش هتلاقي نتيجة لأن جسمك الجسم بيحصل حاجة اسمها تكيف أو أدابتيش تكيف ده جسمك خلاص تتعود على نظام الأكل ده وتعود على نظام التمرين ده فهو عايز حاجة جديدة لأن معظم الدهون اللي بتبقى في الجسم الدهون العنيدة اللي هي مش سهلة تنزل بسهولة دي بتيجي من حاجات كتير من الأكل من السترس من لخبطة الهيرمونز من حاجات كتير فده تقدر تعالجه إزاي أن أنت بعد فترة هتثبت عندي حتى معينة هتقدر تعالجه أن أنت تمشي مع حد فاهم ويقدر يوصلك لده بس أنا ما عنديش مشكلة في اللي أنت بتقول عارف الاشتراك غالي وعارف المدارب غالي وعارف كل الكلام ده بس أنت آجلاً أم عاجلاً لازم تحط الموضوع في دماغك أن دي شغلانة زي آي شغلانة زي الدكتور زي المهندس زي مشينفع تبني عمارة تقول أنا هابنيها بنفسي ده جسمك وصحتك وصحتك دايماً للراجل رسماله آه لأن أنت النهاردة مسؤول عن بيت أطفال أسرة أهل ATM دخل تطلع عفاضية توزع الـ ATM فتبدأ المسؤوليات عليك كتير أنت مسؤول أن أنت تجي فلوس للبيت مسؤول أن أنت تحافظ على أولادك تلعب معاهم تبقى متواجد معاهم طول الوقت تبقى موجود مع مراتك بتزور أهلك علاقتك كويسة بتشوف صحابك علاقتك كويسة مع أهلك آه كل الحاجات دي عامل أو كل دي بتدي الراجل مسؤولية كبيرة قوي فهو لو صحيته مش كويسة مستحيل يقدر يدي في الحاجات دي كلها ولو إدف حاجتين تلاتة هيقع في الباقي فده ما بشوف الراجل مظلوم والله بجد الأم طبعا عليها عامل كبير وأنا مقدر ده في التربية أو في حاجات كتير ممكن تعملها بس الراجل هو حجر الأساس للبيت ولو حجر الأساس ده ضعيف المنظومة دي كلها ممكن تنهار فصحيته هي راس ماله حافظت على صحتك هتقدر تكبر البزنس بتاعك أو شغلك وتقدر تواظب وتواكب مع الأحداث الكتيرة اللي بتحصل حولك يعني صحت الإنسان يعني أهم شيء يقدر عليها يعتمد عليها بأجل الأشياء طيب الحين ندخلنا في حتة تانية ايه فالحين قدرت تقوية العضلات اه ازاي اختار برنامج البرنامج يبدو أنه يعخذ من مكان مكان وممكن بعد الحلقة بس أنا ممكن أقول لك على حاجات بسيطة تبدأ بيها لو حد لسه عايز يبدأ خلينا نقول ثلاثة يام في الأسبوع هل ثلاثة يام في الأسبوع كافية ولا لازم يوميا أنا لو هو أصلا بعيد عن التمرين ما هو أصلا هو لو دخل الخمسة يام في الأسبوع مش هيكمل لو هو مش متعود ثلاثة يام كافية لن يشوف برد ثلاثة يام في الأسبوع مع تصبيت أكل مع ريكوفري كويس يوصل لنتيجة كويس ثلاثة يام في الأسبوع كم مدة ثلاثة يام في الأسبوع مدة التمرين أربعين دقيقة 40 دي الساعة لو هو يعني تمام قوي يدي تمرين ساعة 3 يام في الأسبوع تقسمتهم ممكن يقسمها بكذا طريقة لو هو عايز يخس أنا بفضل طبعا يعمل حاجة اسمها تمرين push pull legs أو ياخد rear front muscles يعني بياخد يوم العضلات الخلفية للجسم كله اللي هي الكتف الخلفي الترابيزيس الضهر الترايسابس ياخد العضلات دي كلها يوم واليوم التاني ياخد العضلات الأمامية الشست والبايسابس والأبس والكتف واليوم التالت يلعب رجلين دي أنا شايف تمرينها مناسبة مهمش هيتمرن 3 ايام بقى في الأسبوع وارا بعد رجلين دي بقى يخليها في الويك انت دايما بنصح الرجالة في تمرينة الرجلين دي يخليها في الويك انت لها طبعا فوايد كتير لأن انت في الويك انت تاني يوم أجازة فهتريح مش تنزل شغلك فهتبقى الدنيا تماما في الويك انت هتبوز في الأكل فانت تمرينة الرجل محتاجة كالوريز أعلى لو انت عمل يعني انت مقلل الكالوريز بتاعتك تمرينة الرجل بتسحب من طاقة الجسم كتير أول لأنها نص الجسم فانت بتمرر نص يعني بتقسم الجسم كله على كذا يوم وبتاخد تمرينة الرجلين دي نص الجسم في يوم واحد محتاجة تعلي فيها الكالوريز فانت حتى لو لاخبطت في الأكل شوية تعدي وعادين في الرجال اللي متجاوزين تمنينة الرجلين بتعلية السسترون بتعلية السسترون لفل يعلي هرمون الزكورة عند الرجال فده في الويك انت هيدي معاه يعني هيفيده في كذا حت بس طيب ولي في الرجال اللي متجاوزين رائعي لتحمل شهر رائعي برضا الرجال اللي متزوجين لازم تحمل طيب الآن التحمل التحمل الاندورنس التحمل ده مهم جدا النهار ده انت دخلت الجم عملت تمرينة نص ساعة وتعبت التدرج في الحملة ان انت كل اسبوع او كل اسبوعين عشان كده دايما بقول انت بحتاج تسجل الاوزان وانت بحتاج تسجل تحسب انت بتحرق كام كالوري في التمرينة بتاعتك التحمل ده معنى ايه ان انت تقدر تكمل التمرينة للاخر من غير ما تتعب وكل شوية بتزود الشدة بتاعت التمرين فتبدأ النهار ده بعد كنت بتتعب نص ساعة وتتعب بقيت تعمل ساعة لربع وقالك تتعب بقيت تعمل ساعة وتتعب فهتبدأ الموضوع مع الوقت حسيت ان انت صحتك تحسنت ده طبعا هيفيد طبعا في الحياة الزوجية عند الرجالة وهيفيد في طبيعة يومك وطبيعة شغلك ان انت بقيتش تتعب وهتفيد مع ولادك ان انت بقيت تلعب معهم بصورة افضل هتفيد ان انت لما تخلص شغلك تبقى قادر تعمل حاجة تانية سواء بتطور نفسك في بزنس تاني بتذكر حاجة بتنزل مع صحابك بتزور اهلك فانت ما بقيتش تيجي تشتغل 8 ساعات بطوعك او شغلك وبعليكات تخلص انت مش قادر تعمل حاجة فكيف بطن التحامل اللي عندي يصير أعلى وش التركس تخوضنا تدريجيا دايما احنا بنقول فيه مثل بيقولك اسمع لجسمك ابدأ بشدة ضعيفة في الاول وتدريجيا ابدأ زود الشدة دي يعني لو قلنا بدأت بشدة خمسين او خمسة وستين في المية شدة التمرين بتاعتك دي مناسبة لحد لسه مبتدل وبعد كده تبدأ تزود تدريجيا يعني النهاردة زي ما قلت ايه خلصت تمرينتك في نص ساعة وعايز تعمل كارديو فتبدأ كنت تعمل كارديو مثلا عشر دقايق تبدأ خمسشار دقايق التمرينة بدلا ما كنت تعملها ثلاث جولات في الصحب مثلا بقيت تعملها اربع جولات بقيت تزود في الوزن شوية بقيت في النص تعمل نط الحبل فبدأت تزود في التمرين بتاعتك علشان تعلى بالتحمل ان انت تقدر تكمل فيه ودايما اللي هيوضح لك الحتة دي اشتبع عارف انت ماشي صح ولا غلط ان انت تحسب كل حاجة يعني انت عملت التمرينة دي في وقت قد كذا خلصت انجزت كذا شيلت وزن كذا فانت معاك كل المعطيات تيجي بعد شهر بيطلع لك الفاتنس ليفل بتاعك قد ايه وبيطلع لك انت نسبة دهونك ونسبة عضلتك قد ايه ده مهم جدا طيب الحين بتجي المرونة ناخد الريكوفري الاول الاستشفاء تبقى الاستشفاء اه خلي ماشي خلينا ناخد المرونة ماشي المرونة دي مهمة طبعا جدا ان انت النهاردة لما لما تتمرن حديد وبتخلص تمرينك ما بتعملش اطلاط تبقى ماشي عامل كده ده غير الناس اللي هي بتمشي عاملة كده وقصة ما فيش حاجة ده حاجة ده حاجة تانية فانت العضلة شيخ حبيبي اه بعد اسبوع من التمرين صاريت يدخل التصوير انت عملت كده فعلا بقت رائع للباير عملت كده فعلا بقت طيب فالفعلا هل تلجأ كثير من ال فيه ناس بتبقى فعلا هو كده وفيه ناس بتبقى هو مستنع ان هو انا وهم فيش حاجة مش قصد عليك مش قصد عليك مش قصد عليك فهي 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 الفكرة كلها ان انت النهاردة لما تتمرن تمرينة شديدة شاست مثلا لعبت تمرين صدر فكرة التمرين ان انت بتقرب منشأ العضلة من الاندغام بتاعها يعني العضلة ليها منشأ اندغام فانت بتقرب كل عضلة ليها منشأ اندغام فانت بتقرب العضلة في تمرينة الشاست عملت كده فانت قربت منشأ العضلة من الاندغام وبدأت تلعب جولات كتير خلصت الجولات العضلة حصل فيها انقباض وانبساط الانقباض ده بيأثر المسل يعني المسل بتاعتك بتبقى قصيرة لان انت محتاج ترجعها لحجمها الطبيعي حجمها الطبيعي ده هيرجع ازاي لما تعمل ستريتش هات معظم الناس حتى بره لتمرين وهرجع لك لحط التمرين دي عشان افتكارت جزئية مهمة الناس اللي بتسوق كتير عنده حاجة اسمها round shoulder سيق على طول كتير بيد واحدة فظهروا عامل كده وعضلات دي ضعيف الشخص اللي بيقعد على اللابتوب كتير بيشتغل احنا زمان كنا من دلوقتي مفيش بقى الكلام ده المدارس كنا بنشيل الشنط فعلى طول عاملين كده دلوقتي مبقاش في حد بيروح بشنط المدارس خالص صار يروح ان دوامات كده اه فكل ده بيقوي العضلة دي اكتر وانت بتعملهاش stretch ما بترجعهاش لحجمها الطبيعي فانت محتاج ترجع كل عضلات جسمك للشكل الطبيعي او للposition الطبيعي طيب الناسبة للstretch فعشان مرونة افضل فيه بقى حاجة اه عشان الاطالات وترجع جسمك للحجم الطبيعي ترجع عضلاتك للحجم الطبيعي فيه بقى الموبيلتي الموبيلتي دي بتشتغل على الجوينز ان انت توسع على المدى الحركي بتاع الجوينز يعني النهاردة واحد اه ما بيعرفش يحط ايده كده بيعرفش يلمس وارا هنا ده عنده اسر في العضلة دي فيبدأ ان هو ما بيعملهاش مرونة فتبدأ تدايقه عنده مشكلة في كتفه ما بيقدرش يرفع كتفه الفوق ما بيقدرش يفرد ايده للاخر فدي برضه يبقى عنده مشكلة في الكتف فانت التوسيع المدى الحركي في الرجلين برضه الرجلين الhip flexion انت المفصل بتاع الhip ده محتاج ان انت تفتح المدى الحركي بتاعه عشان يوسع لك المدى الحركي فانت محتاج تشتغل على الحاجتين دول الحاجتين مهمين جدا عشان الفونكشن بتاعك يومك ده ده يفرق طبعا كتير هذي لها تمارين مخصصة او لانك الموبيلتي التمارين الموبيلتي حاجة والستريتشات حاجة الستريتشات دي للعضلات انت بترجع العضلة لحجمها الطبيعي او بترجع بتعمل اطالة للعضل الموبيلتي ده بيتعمل مش للعضلات للجوينت للمفاصل انت محتاج توسع المدى الحركي كل مرة بتعمل فيها التمرين بتوسع المدى الحركي بتاع المفصل نفسه علشان دي بيحصل دايما فيها اصابات مع تقدم العمر الناس بعد فترة يقولك انا جالي مشكلة في الحوض انا جالي كسفة انت محتاج توسع المدى الحركي في الحوض وفي الكتف وفي كل حاجة سوي تمرين نطالة والستريتش بعد التمرين ولا جبل التمرين سؤال حلو جدا سؤال حلو جدا احنا عندنا نوعين اللي هو عندنا نوعين من الستريتش دول النوعين المتدولين دي للناس اللي بتتمرن لسه رياضة بدقة ولسه الدنيا لطيفة غير الاصليت عندك ديناميك ستريتش وستاتيك ستريتش الستاتيك ستريتش ده الديناميك ستريتش ده بيتعامل قبل التمرين اللي هو ايه اللي هو انا داخل التمرين فببدأ اعمل بايدي كده ببدأ اعمل بايدي كده ببدأ احرك كدفي ببدأ اعمل وانا واقف اهز رجلي القدام ورجعها اعمل ايدي كده الحاجات دي دي الحاجات الديناميك ستريتش دي بتتعمل قبل التمرين والنوع التاني الستاتيك ستريتش إن أنا خلصت التمرين وعايز أعمل الستاتيك ستريتش ده بعد التمرين فأبدأ بقى أعمل مثلا إن أعايز أعمل الترايسابس وابدأ أجيب إيدي وراء واشد أفضل عامل كده مودة مثلا ديئة عشان أرجع على عضلة دي الحجمها الطبيعي الشست وده مهم جدا إن أنا بامسك في حاجة أو بربرباند أو بحاجة واشد الشست يبدأ الشست ياخد حجمه الطبيعي نفس الكلام في الرجلين إن أنا بوطي وامسك بإيدي رجلية كده فهي دي الستاتيك ستريتش ده بعد التمرين والديناميك ستريتش قبل التمرين دول نوعين مهمين جدا الستريتشات معظمنا بنهملها وده مع الوقت بيعمل إصابة ممكن لأنها غير مهمة ممكن لأنها أهميتها قليلة هي مش أهميتها قليلة هي مع الوقت الاتنين مهمين الموبيليتي والستريتشين الستريتشينج إن ده بيعرضك الإصابة إنت لو أي حركة فجائية ممكن يحصل قطع إن عضلة قصيرة العضلة مش راجعة لحجمها الطبيعي الموبيليتي حصل برضو حاجة فجائية يحصل مثلا كسر مثلا أو يحصل حاجة فأنت متحمل إن أنت مفيش موبيليتي أو مفيش مدى حركي واسع في الهاب موبيليتي أو في كتفك هيبدأ يحصل إصابات أنت بحتاج ترجع جسمك للوضع الطبيعي عشان يقللك الإصابات لا هي طبعا هي مهمة في النهاية تقلل الإصابات تقلل حدوث الإصابة أو تعرضك للإصابة فيه ناس اللي تجي تقول إنه أفضل من أنني أجلس أدخل تمارين مقاومة وشد ومدري إيش وزي كده وإني أنا روح أسوي التمارين الثاني عرفنا وش تعريبة functional workout ماشي تمارين ما بقول عملية كل التمارين عملية أوكي ففهمتني فلحنا عندنا functional workout لأنك بتسوي كل شي في جسمك بالعكس يعني حتى يقولك إنه أفضل من تمارين المقاومة والحديد حيث إنه أنت تستخدم جسمك The body weight workout Body weight workout وأنت تتحرك واجد بتشيل بتنزل بترط متعبة وقلب النبضات قلبك ترتفع أصلاً موهلكة أكثر أيو أيو فأصلاً أغلب الناس تروح للحديد ولا تروح لهذا لأن الحديد أسهل بس عموماً ففي ناس تشوف إنه هذا النوع من التمارين بيكون أفضل لهم بس خلينا إنه يبقى متفقين إن functional training فيه تمارين مقاومة صحيح فأنت دخلت تمارين مقاومة ما عنديش مشكلة في ده بس مشكلتي البسيطة معاه إن إصاباته كتيرة شوية يعني إصاباته كتيرة شوية أنت مش متعود لو إنت معكش كوتش شاطر في الحتة دي ممكن يحصلك إصابة أو لو إنت ما بتتمرنش ولسه بادئ لا إبدأ حديد أحسن البادي ويت ويركاوت هو أنا همسككم واحدة واحدة البادي ويت ويركاوت والfunctional training وتمرينة الجيم إحنا قلنا الفunctional training هو بتعمل تمارين مقاومة وفي نفس الوقت إنت معالي الheart rate فشغال على الاتنين بس خد بالك الفunctional training مش هيديك الشكل الواو يعني مش هيديك الشكل برضو اللي إنت لأنه مش مركز على زوايا العضلة هو بتfunctional لكنك مثلا بتوطي تجيب حاجة من الأرض وترفعها فوق لكنك بتشيل حاجة لكنك بتطلع 3-4 سلمات مع بعض فكلها حاجات من الفunctional life بتاعنا من الحياة يومية بتاعتنا ده الفunctional training البادي ويت ويركاوت إنت بتعمل تمارين بس بوزن جسمك مش محتاج أن إنت تدخل أي حاجة مقاومة ده البادي ويت ويركاوت فإنت وزن جسمك مش هيديك الإفادة إلا طبعا لو إنت خلاص مجبر إن إنت في مكان عايز تتمرن فتبدأ تعمل البادي ويت ويركاوت هيديك برضو تركيز أكتر على إن إنت ممكن بدأت تعمل المجميع كلها واربعض ودخلت جومبينج جاك في النص أو دخلت تمارينة بيربيز اللي هي تنط وتعمل حاجات كده فأنت عليت اشتغلت على فتركيزه كزيادة أو كزيادة عضلية أنت مفيش حاجة تقوم بيها مفيش مقاومة فده برضو عشان تبقى ناس يمو جسمي الوحده وزن كافي لا محتاج تنزل إن إنت في الطبيعي إنت كده كده في حياتك ليومية شايل وزن جسمك فأنت محتاج تبلاس ده يعني يعني وإلا كان البادي بيلدرز ما كانوش شاله أوزان هو ما هو وزنه 100 كيلو عضل ولا 150 كيلو عضل فهو وزنه وزنه تقيل بس لا هو محتاج يحط حاجات مقومة نخش بقى للجيم الجيم الناس دايما عندها اعتقاد إن الجيم أنا هخش هلعب الجولة وريح وشيل أوزان وهو ده بس الجيم لا الجيم مش كده خالص خالص الفكرة الجديدة في الجيم إنه زي ما قلت البرنامج بيشتغل على الأربع حاجات اللي احنا قلناهم دول مش بس إن أنا شيل وزن إحنا بندخل دايما في التمرينة الحديد حاجات تعلي الهارت ريت علشان لما تعلي الهارت ريت في التمرين يبقى جسمك وإنت ديورنج التمرين داخل في الفئة بيرنزون داخل في حتة إن أنت تحرق دهون وفي نفس الوقت بتبني عضل فأنت بتشيل سي مثلا نهار دا عندنا تمرينة صدر صدر صح ولا بتقولوها إيه صدر وصدر وولا بطان الظهر إيه ظهر 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 برضو مالإيه الكلام دا من إيه إيه هو فيه ظهر وفيه صدر أنا أعرف إن هي دي بطان آه إيه بطان صح صدر ظهر وراك ظهر وراك ماشي خلينا نمسك تمرينة الظهر أنا بدأت خلصت دور عملت 12 عدة وعملت بعدها على طول تمرين للبطن وبعد تمرين للبطن عملت تمرين تاني جوم من جروب 30 ثانية فأنت رفعت رفعت الهارت ريت وجلت وزن والدنيا تمام وعملت الفونكشن فده الفكر وده اللي إحنا بنعمله عادة إن الكلينت ما يشيلش وزن ويرايح لأ أنت محتاج إن هو يعمل كذا حاجة أولا عشان وقت التمرين يبقى قليل ويلاقي نتيجة أسرع وما يطولش في التمرين واستفدنا بالتنين فهي الناس كلها معتقدة من الجيم هنرايح الجيم هلعب دور وهمسك الموبايل دقيقة دقيقة ونص وبعد كده أرجع ألعب الدور التاني نفس التمرين لأ أنت كده مش هتخس أنت تمرينتك محتاجة وطبعا كل حد ليه لفل يعني النهاردة أنا ما أقدرش أدي الواحد لسه أبادئ تمرين الظهر وأديله مثلا يطلع يجري على التريدمل دقتين لأ أنا ممكن يعمل تمرينت الظهر وينام على على ظهره على الأرض ويعمل نص طالعة كرانشز مثلا أبس وبعد كده يقوم يعمل مثلا الجهاز بتاع القطنية الحاجات كلها بس يبقى الهارت ريت مش قليل فده فكر التمرين ما بقاش زي الأول ما بقاش الموضوع زي الأول لا 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 أقدر أتخيل وده اللي أنا بشتغل دايما مع مع السليبريتز كمان في الحتة دي إن هو عايز يبقى جايلي دايما عايز يعمل فورمة في أسبوعين أو في دلت أسابيع أو أربع أسابيع شهر فهو عايز يعمل نتيجة بسرعة قوي ومعندوش وقت عنده تصوير وعايز يعمل نتيجة فبدخل دايما سهلا يعمل إيه؟ يضرب عملية؟ ده يضرب هقنا؟ لا إبر دي هرمونا هتدخلنا في قصة تانية كده يعني هياخد هرمونات دي لسة تبقى مع دكتور أنا طبعا بستبعد إن الناس تخش في القصة دي مرجحش طبعا إن أي حد يخش في القصة دي بس خبالك فيه ناس بيبقى فعلا عندها مشكلة وفي أمريكا حتى معايا كلاينس كتير الدكاترا بيكتبوا لهم على الستيرويد هو بيبقى عنده مشكلة في التستيرون معدل الهرمون بتاعه بتاع التستيرون ولازم كل راجل يبقى عارف هرمون التستيرون عامل إزاي فبيعملولهم تحليل برة ويتشك ممكن واحد يبقى عنده مشكلة في التستيرون فيبدأ يديره التستيرون فهي سلاح زوحدين يستعملوا الاستعمال الصح يستعملوا الاستعمال الغلط وعايز أقول لك على حاجة استخدمت هرمونات جابت؟ آه جربت هرمونات آه عايز أقول لك على حاجة فكرة أن أنت تاخد هرمون مش ده الحل أنت ممكن تاخد هرمون وما تلاقيش نتيجة آه طبعا وناس كتير قوي عملت كده ياخد يعمل هرمون ثلاث شهور ولا حاجة وما يلاقيش نتيجة لأنها قصة مش في الهرمونات قصة في النظام المناسب لك هتاخد النظام المناسب لك وهتاخد البلان اللي تناسبك أنت مش محتاج أصلا تاخد هرمون بعادة أنا أسمع أن هرمونات يعتبر شي سلبي جدا يعني هذا اللي يجيب بالي الصورة اللي عندي يعني هي طبعا لازم لو أنت هتاخد حاجة زي دي لو أنت خلاص قررت لازم تبقى أنت عندك هدف سامي يعني داخل بطولة العالم مستر أوليمبيا أنا جربت قبل كده لما كنت بلعب دخلت بطولات قبل كده فكان لازم أجرب الحاجة لأن أنت طبيعي مش تطلع طبيعي وقصة الناس دي مش هتبقى أباين أصلا كنت لسه صغير في السن مكنش فاهم فدي نصيحة برضو بقولها للشباب الصغير لو أنت عايز تخش بطولة العالم وأنت خلاص هتكرس حياتك للبطولات ومستر أوليمبيا ما عنديش مشكلة بس تابع برضو مع دكتور يتابع معاك الحتة دي غير كده؟ غير كده ما لاش لازم أصلا أنت هتاخد هرمونة على إيه؟ هتبوز أنت بخبالك أنت برضو بتحسبها على المدى القريب أنا عايز أطلع وأعمل سيكس باكس وبتاعه أبقى معضل وشكل حلو بس أنت بتدمر نفسك من جوه في حين أن أنت كمان في حين أنت أصلا كمان مش محتاجها في شغلك وفي حياتك ومعك كده أنت هتتعود عليها أنت هتتعود عليها لأن أنت بقيت تستسهل الموضوع في حين برضو بقى رجع وقولك إن في ناس بتجرب وما بتديش نتيجة لأنه هو مش أنت بجسمك مش بحتاج الحاجة دي أو جسمك مش متناسب مع الحاجة دي أو نظام أكلك مش متناسب فكان بيجي لنا حتى كلاينت كتير بيقول لنا أنا ببدأ أنا عايز أبدأ السيرويدز على طول في التدريب معنا أنا عايز أبدأ كورس على طول طيب خلينا نجرب شهر الأول ولو أنت ما حستش بنتيجة أنا بيقول لك هنبدأ كورس بتعمل كورس السيرويدز وبيبدأ وبيلاقي نتيجة وبنبدأ نغير الكالتشر نفسها بتاعت الشخص إن هو ما تعتمدش على الموضوع دي بس إلا لو أنت فعلا عندك هدف سامي يعني هتلعب مع بيج رامي مثلا فأنت طبيعي هتاخد السيرويدز وبرضو لازم يكون تحت إشراف طبيب الناس بتبص دايما على المدى القريب أنا عايز أعمل فورما وانجز لا أنت بتدمر جسمك من جوه ماش يدمر يعني ماش الضرار بيأثر على الكبد طبعا الليفر الكيدني البروستاتا ممكن يعمل الالتهابات فيها الهيرمونز طبعا طلقبة الهيرمونز تماما تسسترون ليفل الأستروجين الFSH معدل التجلط بيعليه جدا فطبعا خطورته بس الناس مش فهمة الناس مش فهمة ده الناس ما عندهاش ثقافة أنه هو لازم مامشي لو أنا أخد الحاجة دي لازم مامشي مع دكتور أو لازم مامشي مع حد متخصص في الحاجة دي في حين أن أنا ممكن أزبط جسمي بس ده بأشوفه دايما للشباب الصغير اللي هو عايز يعمل عضلتينه وبتاع فهو يبدأ ياخد فما عندهش ثقافة أنا عندي كلينت عنده 15 سنة عمره 15 15 سنة وبمرن وعمل نتيجة كويسة وأنا بمرن يعني والده والدته وأخته وبالصدفة أهله بلغون يقالوا لي ده هو حد داله ستيرويدز لا إله والله والله 15 سنة هو 15 سنة ليش يتمرن بسموضه يعني لا بيتمرن الولد بيتمرن هو بطل بيلعب تايكوندو وبتاع ويعني ماشي جابد وبيسافر بطولاته وبتاع فبلغت والدته قالتلي كذا كذا وبعطتلي صورة الحاجة إيه ده طب هاتيلي رقم الشخص اللي اداله الحاجة طبعا هو مش عايز تديه رقم ولا هيعارفت تجيب الرقم بس كنت هكلمه أقوله طب انت ليه تديله انت يعني انت بعتله الحاجة دي هي دي أصلا ما تنفعوش وجبت الولد قلتت كلامت معاه قلتله بس حبيبي الحاجة دي هتلحبط لك الهرمونز بتاعتك انت لسه صغير انت لسه جسمك بيبني الحاجات دي فانت لو خدت الحاجات دي هتلحبط لك حياتك وهتبواز لك جسمك خالص ومش هتعرف تتمرن أو تعمل حاجة غير بالحاجة دي فليه انتبوش محتاج الحاجة دي خالص فهو السن الصغير كمان ما عندوش الصقافة ان هو يبقى عارف ايه صح من ايه الغلط وااخد ايه وما عملش ايه فدائما احنا دائما بحاول حتى على السوشال ميديا اوعي الناس في الجزء دي ولو كنت جبت رقم الديلر ده كنت قلت له انت بتبيع ليه حاجة لطفل عنده 15 سنة 16 سنة هبل يعني طيب على الأطفال مثل المفترض الواحد يبدأ يتمرى المقاومة غير خوينا هذا واضح ان حجمه البطولات الناس العادية متى مفترض انه يبديت تمرن في اي وقت بس حيث اني يقولك ان المقاومة لانك انت اسمك لسه يكبر وما ادري ايش فلت يتمرن في اي وقت حتى العمر 12 لا يعني يعني ايش العمر المثالي الواحد يبدأ يعني لحد لحد عادي تمرين المقاومة بتنقسم من كذا حاجة احنا بنقول ان في شباب او اطفال صغيرين يقدروا يتمرنوا تمارين المقاومة دي بس في حاجات معينة محظورة زي ايه زي تمارين الوفرهد ان هو يمسك وزد ويلعب شولدر بريس يلعب حاجة من فوق تمام يلعب اوفرهد سكوات ان هو يمسك حاجة وينزل بها سكوات يلعب تمارين معينة زي الليج بريس الزاوية المقلوبة دي بتقسر على الفقرات شوية بتاعت الضهر فهو يقدر يعمل يقدر يتمرن التمارين دي وفيه كتب بتقول التمارين للاطفال الصغيرين تمام وده درسته حتى من قامة كلية يعني كلام ده من 15 سنة ولا 10 سنين تقدر تتمرن التمارين دي بس فيه تمارين محظورة عادة اللي بيخش الطفل او المرحلة العمرية دي لو هو هيلعب جيم هو في الاغلب بيبقى بيلعب رياضة فهو عايز يقوي عضلات معينة عشان تساعده في ده يعني احنا النهاردة بنقول لو طفل مثلا بيلعب بوكسنج بيلعب كيك بوكس محتاج يقوي عضلات معينة محتاج يقوي الكور عشان الدربة بتاعته محتاج يقوي كتفه محتاج يقوي الكتف الخلفي محتاج يقوي رجليه عضلات معينة فيبدأ الشخص يركز له على العضلات دي او يركز له على الجزئيات دي ما فيش مشكلة أنه هو يتمرن بس فيه حاجات محزورة وكل الرياضة ليها حاجة محزورة عن التاني طيب الحين جب ندخل للإستشفاء ودي كم سؤال على التمارين وبما أنها الثلاثة فيها أفضل أتمرن على معدها فاضية أو أكوني كالت بدين أتمرن أفضل تتمرن على معدها فاضية لو أنت تقدر تتمرن على معدها فاضية أعمل كده أفضل ولا مالا قيمة الأفضل اللي أنت تقدر تعمله هل يمن بشوف الأفضل اللي الشخص يقدر يعمله أنا بأقررن على معدها ويقدر يكون صاعم ويروح يتمرن أنا بأقدر تتمرن على معدها فاضية بس هتاكل بعدها بقد إيه بعدها على طول بعدها بساعة إيه هدفك؟ هدفك أنه أنت عايز تنزل الدهون لا يعني مدري يعني مثلا أنا خلينا أحسبها لك على شخصي أن الحرق بيكون أفضل وأن الأداء بيكون أفضل هذا التوقع صح جدا معاك بس لو واحد عايز ينزل الدهون شوية يقدر يتمرن دا لأنه هو السورس فباور بتاعه وما دخلش حاجة جسمه فالجسم أول حاجة هيبدأ ياخدها من الفاتس فيحرق فهيخس لما لو شخص رفع جدا وعايز يزيد ما رجحش أنه يأكل يتمرن لما هذا فاضي فيأكل جيد بالبداية وما يأكلش بروتين يأكل كربوهايدريت عشان الكربوهايدريت حلوية لا على الوقت كده هينام هيخش ينام كده لأ حلويات لأ مش هت عايز تدمره كده هلسوا يتكرم لأ جاني حلوية لأ ممكن يأكل بطاطا تنفعه قوي قبل التمرين بطاطس مش بحتاج أنه يأكل بروتين بروتين أصلا بيأخد عادة من أكتر من ساعة يعني خلالي أقول من ساعة لساعتين عشان يتهدم هو محتاج حاجة سريعة هضم سريعة هضم وفي نفس الوقت تبقى كمصدر للطاقة أوكي فيقدر يتمرن بيأعادي بس إذا واحد يخسر وزن أفضل أن يتمرن على المعدة خارجة لو يقدر في ناس متقدرش بس أنا كده كده بشوف إن أي حد خد تمرينتك الصبح أفضل أفضل من ليه؟ آه ليه؟ أولا اليوم بتاعنا دلوقتي بقى فيه مشاكل كتير قوي وفيه كمية سترس رهيبة فأنت عادة هتخلص الجيم أنت لطاق هتخلص الشغل لطاق الجيم ولا عايز تعمل أي حاجة ستروح تفرج على حاجة على الإنترنت بتاعه خلاص أو تقرأ كتاب أو تتفرج على حاجة بس مش محتاج تعمل فعادة الناس بتكسل ولما ندخل شوية هقولك ممكن حاجات تسهل على الناس آه حتة التمرين دي ما يبقاش إزاي تقيل على قلبه مه فيه شوية حاجات كده ممكن تتعمل تسهل الموضوع أنا بفضل إن أي شخص لسه عايز يتمرن أو حاسس إنه هو بالموضوع التقيل على قلبه وموضوع التمرين ده تقيل على قلبه فيه شوية حاجات بشوف إنه هو لو عملها هتسهل الموضوع كتير قوي عليه أول حاجة اختار دايما جيم يبقى قريب من البيت يعني ما تروحش تختار جيم بعيد قوي وفي نفس الوقت يبقى الجيم يعني فيه رفاهية كتير ما شو بحتاج ده أنت بحتاج حاجة قريبة من بيتك يعني ما تاخدش جيم بعيد بس فيه ساونة وجاكوزي ومش عارف إيه زي ما شيبسي عامل فهو مشترك في جيمين بالمناسبة فيه جيم أحياناً يصور فيه هذا هو يعذب نفسه فيه كده صغير أسود كئيب هو ده هو ده الجيم القريب من البيت لا روح البيت وفيه جيم تاني وفيه جيم تاني هو بيروحه علشان ينجوي شوي بس هو تمرنته لما تبقى الصبح تبقى أحسن أول حاجة فأنت أول حاجة تدور على جيم يبقى قريب من بيتك تاني حاجة جهز لبسك وجهز حاجتك من بالليل يعني جهز لبسك أن أنت تصحى الصبح أنا أصلاً يا دوب أنزل الشغل فأنا لبس صب لا خلاص مش رائع فأنت شنطة لذيذة كده طبع معاك في العربية فيها لبس الرياضة وتماني تخش تبقى معاك على طول ثالث حاجة دور دايماً على أهداف تبقى صغيرة ما تبصش دايماً على الأهداف الكبير يعني أنا مش الشهر ده لازم أخصي 20 كيلو لا أيا مش كده حط دايماً أهداف صغيرة علشان ما تحسش الموضوع تقيل على قلبك ايه تاني فكر دايماً أن أنت يبقى معاك صديق أو حدي شاركك في الرحلة دي دايماً دور على داعم لك وجود شخص داعم لك هيفر معاك كثير قوي في حتة التمرين دي بالذات ويستحصل يبقى عنده نفس الهدف يعني أنا نهاردة لو أنا واحد صحبي عايزين نخس أو ننزل في الوزن أفضل أن أروح معاك على التمرين ونكلم بعض وتعالى ننزل ونتمرن ونشجع بعض دا دي بشوفها من أحسن حاجات أنا أنا في بعض الأحيان بكسل أن أنا أروح أتمر للوحدي بحب دايماً حدي يشجعني في التمرين حاجة مهمة قوي فترة الكارديو دي بيحصل فيها ملل كتير قوي هقولك بقى على الحل في حتة الكارديو دي اسمع بودكاست فنجان بتاعي خطامن على السيد والله أعزم بجد والله بجد بتقولها بجد والله بكلام بجد اسمع بودكاست فنجان اقرأ كتاب أو اسمع كتاب فيد نفسك يعني إنت قصة إنت عندك نص ساعة إنت هتعمل كده كده الحاجة دي فأنت استفيد بالوقت دا اسمع خد معلومة جديدة طور نفسك في حاجة يعني هتستفيد من دا جد حاجة كمان مهمة الأكل يستحسن تبقى أنت مجهز واجباتك من بالليل لو أنت مش مجهز واجباتك من بالليل حاطت في دماغك إن انت بكرة هتروح الشغل ها هتطلب من المكان الفلاني علشان عزمات الشغل دي كارس نهاردة عيد ميلاد شيبسي بكرة ناصر مش عارف مش عارف إيه اللي حصل بعد هتلاقى لدنيا بوزة منه شيبسي بقى بيعمل إيه احنا عملينه فيديو على الموضوع دا الله يسترم شيبسي والله هو عادة بيجيب أكله معاه أنا هشوف أكله بس أنا إذا شفت أكلها أشبع بس هو يأكلها ما شاء الله عبي هو بيأخذ أكله معاه وبيأكل أكله واجباته ولو في عزومة أو في أي حاجة بيتزا الشباب طلبين أنا عارف أنت بتعمله كل خميس كل خميس عزومة وفيها كل ما تشتاء الأنفس أعيز أحضر الأن العزومة المكرة جايلكم مكرة إن شاء الله إن شاء الله فيها كل حاجة فهو حتى بيأكل واجباته ويأكل واجباته ودي بتبقى زيادة دي بتبقى حاجة زيادة هو بيدخلها زيادة فحتى أكله لو شارك مش هيشارك زي ما يبقى اعتمد على أنا هروح أكل مش هجيب أكل أنا كده كده أكل في الشغل لأنه أريد شبعان فبيأكل حتى كميس هيجرب سلايس بيتزا حتة كيك بتاع مش هارف إيه كان بس فدي أنا بشوفها من الحاجات المهمة جدا أنا في حاجة بضيفها يعني مدري هذي كانت تشتغل معي فكرة المدرب الشخصي فواحد لأنه بيهزأك إذا ما تجيت تنين إنه بتروح عليك 300 ريال الفلوس بتروح عليك إذا ما جيت فأنت أريد يحاجز الوقت فإذا ما جيت بيجي روح عليك الحصة فتضطر طبعا تحجز مع مدرب طبعا تفرق فيعني صير أهم خلاص لازمة هروح حرام الفلوس الدفعة يعني فأصحى على الوقت يعني غصب وروح ناتي بس أنا مش عايزة تاخد الموضوع بأن أنت تبقى لا حيانا بس أنك تجوم يعني لأنه إذا أنا القومة بس هو إذا أنت رحت النادي خلاص ده التزام ده أثبت على الشخص فينا عايز أقول لك فيه ناس بتروح تشترك في الجم كتير ويقول لك أنا اشتركت خلاص بقى أنا هو فاكر أنه هو هاشترك فهو هيخس يعني هو كده هاي أنا اشترك وأرباح الأندي وأنا لازم أروح كمان يجي وأقول لك وأنا لازم أروح كمان للجيب ما اشتركت وأنا مخستش لي لا لا هذا سلوك يغلب الناس يعني أرباح الأندي أتيجي من اللي يشتركوه ما يروحوش روح أول اسبوع أو الاسبوعين بعدين يبطل طيب هل ممكن البنت تعضل أسألتك كلها حلوة حقيقي يا الله والله البنت صعبة نهاية تعضل زي الرجالة دايما البنات تيجي تقول لي كوتش أنا عايزة تمرر أنه هزبط جسمي وبتاعة بس أنا مش عايزة بقى معضلة كده هو أنت أصلا مش تعاوى في تعملي كده هو أنا أصلا مش عاوى في أعمل كده فموضوع من أنت تبقى معضلة ده نوع إيه يحصل هقولك ليه أولا ربنا خلقنا عندنا كرجالة عندنا نسب من الهرمونات بطريقة معينة وربنا محددة سبحان الله يعني حطت لنا نسبة الهرمون التسسترون أكتر بكتير من نسبة هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الزكورة وهرمون الأنوسة ربنا خلق عند رجالة هرمون الأنوسة ده بس بنسب قليلة قوي ليه؟ عشان يبقى فيه الحطة الاموشن اللي عند الرجالة يبقى يعني حطة تبقى موجودة عند الرجالة مظبوطة يعني دي دي سبحان الله يعني دي حكمة ربنا فمدي الرجالة نسبة هرمون التسسترون عالية جدا عشان هو راجل ومدي له حاجة بسيطة قوي من نسبة الاستروجين بلس هرمونز تانية بس دول المين مع البنات حصل العكس الاستروجين عالي عشان هرمونات الأنوسة تبقى عالية عندها ونسبة تسسترون هي عندها نسبة تسسترون بس ضئيلة جدا فأنت مهما تمرنتي ومهما شلتي وزن حتى لو بتشيلي أضعاف وزن شخص تاني بيعمله يعني أنا لو حد مثلا لسه بدأت جيم وواحدة بتتمرن بقالها سنين ممكن هو يشيل وزن أتقل منها لأن هي قوتها العضلية وقدرتها على أن هي تشيل وزن مش هتبقى زي الراجل لأن هو عنده هرمون التسسترون ده بنسبة عالية جدا فطبعا مستحيل تعضلي مستحيل تعضلي لو عملت ايه مستحيل توصلي لنفس الشكل ده طيب في ناس يعني على المعطلين ويشيلون وزن وما يشيلون وزن إلي في المقاطع هذك اللي يكنس ناتي فجسمه نحيل مع ذلك يشيل لوزان يعني رح يشيل واحدة كده بيدري سواء شيفسي والله ما يشيلها لو انت عارف بأقول لك على معلومة انت عارف الشخص ده هو شيفسي أصلا مستحيل شيفسي ما يشكل لا لا ما سألت فهم فإيش اللي يخلي بعض الناس جسمه مو محضل يقدر يشيل أكثر من حتى لو كان هقول لك ليه هو هو الشخص يا ظهر دي والله الشخص ده بيشتغل على حاجة اسمها القوة القصوى ان هو يعمل ثلاث عدات من ثلاث لخمس عدات او عدة ويجيب بيها قد الوزن يقدر يشيله هو ما يقدرش يشيل وزن تقيل لعدات كتير هو ده نوع التمرين بتاعته زي الباور ليفتر باور ليفتر بيشيل وزن تقيل قوي شس براس مثلا ويجيب بيه عد واحد ديد ليفت اللي هو التمرين اللي هو ديد ليفت ده يشيل وزن تقيل جدا ويجيب بيه عد واحد دي لعبة دي دي هذا يخلي حضرات تكتور؟ أقوى لا خليه أقوى مش محتاج ان هو يبقى حجم عضل كبير هو محتاج يبقى أقوى فيقدر يشيل وزن أتقل بس على المدى القريب على المدى القصير دي فكرة اللي بيعمل الفيديوات هو أصلاً أصليت يعني هو أصلاً رياضي بس يعني اللي العجيب في الموضوع هو حجم الجسم مقارنة بأحجام حجم الجسم مش هو مش بيلعب على الحجم هو مش تركيزه على الحجم هو تركيزه على القوة القصوى إزاي قدر رشيل أت الوزن ويجيب بيه من عدة لثلاث عدات ندخل بقى للاستشفاء يا سلام من نسيته الاستشفاء فيه مشاكل كثيرة عواصلة كثيرة فهل فيه ناس تقول رح خذلك جاكوزي بارد وفيه ناس تقول لك لا جاكوزي بارد ما ينفع بعد التمرين لأي أثر على عدرت وفيه ناس تقول تروح لأخذلك حار يعني وينما تروح كل واحد يفتي فدورك تفتي هفتنى بقى بص يا سيدوري دوري استشفاء مروش أي لازمة لا الاستشفاء طبعاً مهم جداً علشان إيه فكرة أصلاً للإستشفاء أو ريكافري هو بيرجع جسمك لقدرته الطبعية على التمرين وأداء المجهود البدني يعني قبل التمرين أنا كنت كويس الدنيا تمام وجسمي كويس وما فيش وجع وحس أن أنا تمام بعد التمرين بيحصل بعد المجهود وبعد ما بيحصل بيحصل تهتكات بسيطة في الأنسجة العضلية واللاكتك أسد اللي هو ربنا خلقنا بيحصلنا لاكتك أسد ده لما بتبدأ تعمل مجهود ربنا بيخلي جسمك يفرز اللاكتك أسد ده عشان خلاص إن هو خلاص enough كفاية مجهود فأنت ما بتحسش بده في التمرين أنت لما بتروح تنام وتصح هتبدأ تحس بالواجع ده اللي هو التكسيرة اللي هي اللذيذة دي اللي بتحصل لك لما بتنام وتصح ففكرة الريكافري أنت بيرجعك لزي قبل التمرين فهي دي فكرة الريكافري إيه بقى الحاجات اللي ممكن نعملها في الريكافري عندنا حاجات كتير قوي أول حاجة أول حاجة عندك النوم بيساعد على الريكافري بشكل كبير قوي أنت تنام كويس من 6 إلى 8 ساعات ليه؟ واستحسن بالليل لأن أنت جسمك بيفرز هيرمون الجي أتش اللي هو الجروس هيرمون في الوقت بتاع بالليل اللي هو الوقت اللي أنت نايم فيه وبالذات في الديب سليب في الوقت اللي أنت منهمك في النوم وانس أن أنت صحيت وده عادة بتفرز من 12 إلى 2 عشان كده بيقولك دايما نام بدري وانت عادة لو بتنام بدري لما بتقلق من النوم يعني لو أنت بتقلق تخش الحمام مثلا أو حاجة في يومك أو لما بتصحى خلاص هيرمون الجي أتش بطل يتفرز فهو ليه فترة معينة كمان بيتفرز فيه ده بيساعد بشكل كبير قوي على الريكافري والجروس يكبر لك الماصلس بتاعتك والجروس والمداد التفاعلات دي كلها بتحصل في وقت النوم بتحصل طبعا الصبح بس معدل بسيط قوي بس دايما التفاعلات دي بتحصل بشكل أكبر في وقت النوم فأنت وانس ان انت قلقت بقى انت كده خلاص الجي أتش حتى لو نمت تاني خلاص هو الهيرمون خلاص بطل يتفرز فعشان كده دايما بيقولك خش في الديب سليب دور دايما ان انت تخش في الديب سليب فأول حاجة هنقول النوم تانية حاجة الساونة الساونة بتعلي الريكافري وبتساعد على الريكافري بشكل حلو قوي وبلس كده بتسرع كمان بتخلي جسمك يريكافر بصورة أسرع وبتقلل السترس الساونة في ناس بتستعملها كورماب بيبدأ بيها قبل التمرين في ناس بس هو الأصح يعني مش كورماب بقى كريكافري تاخدها بعد التمرين بعد التمرين هتقلل السترس بتاعك هتخلي الدخل دم قلبك يضخ دم العضلات بصورة أفضل فاتدخل الأكسجين بصورة أفضل العضلات فيبدأ اللاكتك أسيد يتحرك بصورة أسرع فاتبقى أنت كده عملت ريكافري يستحسن بعد الثورة أنا بفضل شاور مايا ساعة بس ما تجبوش على دماغك عشان ممكن يعني يحصل لقدر الله فيوز تدرب أو حاجة فما بفضلش طبعا الناس اللي بتنزل تحت الشاور بقاش صح إن انت من من سخونة عالية الشاور مايا ساعة بتجيب على جسمك الماصل عشان تسرع معاك ريكافري فأنت كده عملت الحاكتي مع بعض ممكن الحاجة التالتة تعمل شاور مايا ساعة لو أنت بشقدر تستحمل لأن ده أنا بشوفه للرياضيين أكثر بس ينس يقول لك إنه هذا مفترض إنك سوي بعد التمرين بأربع ساعات بخصوصا البارد تركزي البارد أو كولد بلانت أو غيره إنك سوي بعد أربع ساعات على الأقل أو قبل التمرين بس ما تسوي بعد التمرين مباشرة لإن حضلاتك حامية بعد التمرين ما فيش فيه مشكلة هو نفس فكرة السونة بس ما تجيبوش على دماغك يعني الفكرة كلها أن أنت ما تجيبش الموضوع ده يجي على دماغك أنت طول ما هو تحت العضلات في جسمك تمام ما فيه مشكلة عندك الكورديو البسيط المشي البسيط ده يسرع الريكافري أنت تتمشى نصف ساعة أو 40 ديئة ده يسرع الريكافري ويسهل عليك موضوع الريكافري بشكل أكبر عندك كمان المساج أنت تعمل المساج ده برضو يشيل اللاكتك أسد من جسمك ويسرع معاك الريكافري ففيه حاجات كتير قوي ممكن تعمل بها الريكافري تسهل عليك الموضوع يعني بس وده بيعتمد كله على شدة التمرين لازم تدور دايما على التمرين مناسبة لك ولازم تحس بالوجع ده عشان تتأكد أنت ماشي صح بس الوجع اللذيذ مش هروح هل في عمر معين بعدها العضلات مستحيل تكبر تزيد كزيادة عضلات ولا كجروس هرمون كنمو الهرمون بتاع الجسم زيادة عضلات زيادة العضلات تقدر تعمل عضلات في أي وقت بس هتبقى في وقت معين هتبقى محتاج تدخل عوالموسات يعني لو واحد مثلا فوق الاربعين محتاج أنه هو يدخل بقى أساسي خلاص هو الزيادة العضلية والجروس هرمون ما بيتفرسش زي اللي في العشرينات العشرينات ده بيبقى في البيك بتاعه عشرين تلاتين هو في البيك جسمه بيفرس جروس هرمون بطريقة مظبوطة جدا بأعلى ليفل جسمه بيخلق البروتين بصورة أحسن جسمه بيحرق أو بي بيحرق يعني بيخس بصورة أسهل ما هتقدم العمر كل ده بيقل فتبقى عارف ان انت لو انت بعد الاربعين خلاص المعدلات دي قلت شوية بتبدأ تدخل عوان مساعدة معظم الناس بتدخل الجروس هرمون بعد الاربعين بس ده طبعا لازم تحت إشراف طبيب طبعا ان هو خب بالك الجروس هرمون الشباب الصغير بياخدوا برضو الجروس هرمون ده لو هو أخد جروس هرمون بدون إشراف طبيب وبدون تحليل 80% ممكن يجي له كانسر لا طبعا لازم لان هو التحليل ده هيبين له الرينج بتاعه قد إيه يعني هو الجروس هرمون ده في جسمه الكانسر سيلز والخلايا السلطانية دي عامل ازاي او مقدارها قد إيه وفيه نورمال رينج من كذا لكذا فلو هو أصلا عنده احتمالية ده يحصل فخد الجروس هرمون فزود له القصة ده فلازم تحليل لازم لأن الموضوع مش هزار طيب الحين على الأشياء اللي ما تحتاج طبيب اللي هي المكملات القذائية عامل فوش الأشياء اللي يتطلب الواحد اللي يأخذها ليه تمرين جيد وليه حقق أهدافها بشكل فائل وطبعا الحين نتكلم عن المكملات القذائية وهي باب كبير جدا فيه من الكذب الكثير في منصاتك الكثير انت عايز أقول الكبد أقول الكذب ولا الكذب جوله بعد إيه أعطني اللي تنصح فيه طيب البروتينات أو الصاب اللي منصح عمتا دي حاجة مهمة جدا للجسم لأن انت خلينا نتكلف البروتينات الأول انت احتياج جسمك من البروتين لها أرقام معينة كيف تعرفها كيف تعرف للرياضيين انت محتاج 2.2 تضربها في وزن جسمك بالباوند ده احتياج جسمك من البروتين بروتين كله مش كسابلمس يعني كأكل وككل حاجة تمام فانت ده احتياج جسمك من البروتين في رياضات تانية بيقولك من 1.2 أو من 0.8 ل 1.2 ده للرياضات الأقل شوية مش محتاجة بروتين مش محتاجة بناء عضلي كبير علشان ياخد كمية البروتين العالية دي فدي 2 types بتضرب وزن جسمك بتضرب الرقم ده في وزن جسمك بالباوند احتياج جسم من البروتين أو احتياج جسم للسابلم ازاي انا اعرفه ازاي انا بقول النهاردة انت علشان ما تخدش حاجة انت جسمك شو محتاجها لان انا ساعد بيجيلي كتير واحد يقول لي الله يا كوتش انا جبت بروتين وPCAA ومالتي فيتامين وكرياتين وبلبلبل واخدهم ازاي طب هو انت عايز ايه يعني انت في الاول انت ايه الهدف بتاعك لازم الاول تحدد الهدف فونس انت حددت الهدف محتاج تمشي الاول two weeks وتشوف النتيجة ايه يعني انا النهاردة دخلت الجم عملت اياسات صورت نفسي شفت شكل جسم اعمل ازاي كل حاجة تمام معايا الريبورت بتاع نسبة الدون نسبة العضل نصور نفسي شايف صورتي حددت البرنامج اللي انا همشي عليه مشيت اسبوعين عليه جيت بعد اسبوعين صورت نفسي تاني بصت على النتائج على الاياسات لقيت ان انا هقولك تو سيناريو لقيت ان انا زايد عضل وقال الدهون هل انا محتاج اخد مكملات مش محتاج اخد مكملات مكمل زي ما ده السيناريو الاولين مش كده ساعات يجيلي كلانت يقوللي انا كوتش هاخد سابلمس اول ما ابدأ معاك اقول له لا انا اصلا معرفش انت جسمك محتاج ايه عشان كده دايما بقول المدربين كمان ما تديش للعميل مكملات غيرا متعرف هو اصلا محتاج ايه نيجي للسيناريو التاني السيناريو التاني كلانت ميشي معاي عمل نتيجة وهو عادة كده كده هيعمل نتيجة في الاول انا بحاول اخر السابلمس على قد ما اقدر عشان يعني يجيب اخر جسمه بمعنى صحة لقيت انت اشتركت معايا وبدأ اننا عملنا الاياسات وعملنا لكل حاجة وبعدها باسبوعين لقينا العضل ما زادش والدهون قلت حاجة بسيطة فانت كده محتاج نعلي البروتين انتاج بتاعك نعلي نسبة البروتين اللي هتخده فبنبدأ ندخلك بروتين فيه طبعا انواع بروتين كتير كل جسم او كل بروتين بيبقى ليه مكونات مختلفة عن التاني يعني فيه بروتين حاجة تتهدم بسرعة فيه بروتين الجسم بيمتصه على 8 ساعات او 12 ساعة على حسب الوقت ده بفضل بفضل ياتخد في رمضان لان وقت الصيام انت محتاج بروتين اسمه كازين مش الناس برضو تبقى عارف فاحتياج جسمك البروتين ده بيتحدد بناء على النتائج اللي انت بتوصل لها فلما انا هعلي البروتين اللي انت هتاخده هيبدأ جسمك يستجيب لده لانه دخل البروتين زيادة انت مش هقدر تدخل البروتين من اكلك فاخدت البروتين من بره فيبدأ جسمك ياخد البروتين ده يزود به العضل فزيادة العضل دي هتبدأ تاخد من الدهون كسورسوف باور تتحرق علشان تشغل الوقود بتاعها اللي هي تعليل المصل فهي كلها حلقة متصلة ببعضها افضل بقى لو حد يا مش عارف ياخد ايه انا هقول ممكن اقولك عن حاجات اساسية ممكن الواحد يمشي عليها هنتكلم عن الرجالة الاول انت محتاج تاخد ندوص ركز اوي عشان ايه احس ان هو اجيب الحاجة دي دلوقتي ا Powto انت محتاج لو انت بتتمرن لو انت بتتمرن اه محتاج تاخد محتاج تاخد كرياتين 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 اه من الحاجات الاساسية واللي عليها لغض كتير قوي طبعا انتو سمعت وطبعا الكرياتين بيوقع على الشعر الكرياتين مش عارف ايه الكرياتين بيجيبه اقمو الحاجات دي الكلام ده احتياج جسمك من الكرياتين ده بيخلق لك او بيساعد الغذى بصورة مبسطة جدا ان هو يخش الماصلس بصورة احسن والناس اللي بتقولك لا الكرياتين بيعمل مية تحت الجلد لا الكرياتين بيديك اخد بالك العضلة 70% منها مية فالكرياتين بيحفزك الغذى ان هو يخش العضلة اكتر وحتى لو مالت مية دي مية جوه العضلة فما فيش منها خطورة خالص ده بالعكس ده دي هتساعد ان انت اوزانك تزيد يعلي السترانس بتاعك يعلي الاندورنس بتاعك يحسن اوزانك فليه طبعا فوائد كتير او انا بشوف اللي هي الكرياتين ده مهمة جدا البروتين ياخده ما تأجيب للتمرين ولا بعد التمرين مش هتفرق مش هتفرق خالص في اي حاجة ياخده قبل التمرين بعد التمرين بالليل قبل ما ينام مفيش مشكلة الجرعة الموصة بيها بيقولك من 5 جرام ل 10 جرام للناس العادية الأسليتس يصلوا الى 20 جرام بر دي ياخد 20 جرام كرياتين في اليوم ده الأسليتس يعني بس احنا عادة بندي الأفريج ندي من 5 ل 10 ماكسموم ويمشيش عليها فترة طويلة الكرياتين الكرياتين بنمشيش عادة الكلياتين عليها ماكسموم 3 شهور ونريح شوية منه لان انت برضو مش ضامن انت دمي بتقول الكلياتين لو هتاخد كرياتين يشرب مياه كويس محتاج تشرب مياه كويس مع مش ضامن الناس كلها تسمع الكلام ده فبن وقت 3 شهور وقف عشان نبقى في السيف سايد محصلوش يعني لقدر الله مشكلة أو حاجة كم يشرب مياه يشرب مياه كويس يعني يشرب مياه على مدار يومه كويس كم لتر يوم من 1 ل 3 لتر 3 لتر كويس انا شايف 3 لتر كويس وهو عمناتا للشخص الطبيعي 3 لتر ده كويس هذا الكرياتين الكرياتين نخش على البروتين زي ما قلنا البروتين فيه انواع كتير قوي انت بتشوف اكتر نوع مناسب لجسمك وتبدأ تمشي عليه الدوز خلال نقول من سكوب لتنين سكوب يتحددوا امتى ليهم كذا طريقة الكازين طبعا لو كلمنا على الكازين الكازين هياخدوا بالليل قبل ما ينام اللي هو بناخدوا الوقت رمضان بعد السحور عشان يفضل معاك التمن ساعات او الاثناشر ساعة البروتين ممكن تاخد سكوب بعد التمرين باشرة ولا بعد التمرين بعد التمرين اه بربع ساعة مثلا وممكن تاخد سكوب قبل ما اثنان فيه تختلف الاراء بيقولك انت محتاج تاخد بروتين بعد التمرين فيه ناس تقولك انت محتاج جربوهايدريس بعد التمرين الاصح ان انت محتاج تدخل العناصر اللي جسمك محتاجة حاجة سريعة الهضم او جسمك ينتصها على طول وده بينطبق على النوع البروتين اللي انت اختارته يعني فيه انواع بروتين بيبقى فيها نسبة كوربس هما بيحط لك نسبة كوربس دي مش رخامة هو عشان يسرع انتصاص البروتين للجسم فيدخل البروتين مع الكوربس مع الPCAA مع الحاجات الريكافري مع الحاجات دي كلها فيبدأ الموضوع يبقى أسرع شوائك بس أنا برجح البروتين بعد التمرين أو قبل النوم فيه نوع معين تنصح فيه هقول عادي ويه بروتين بس أنا براند امباسدور معاهم يا راك بس انت خير يعني لا أنا بصراحة خبه لك النوع ده الأحسن مبيعا في العالم ده أشهر نوع بروتين وأكتر بروتين بيتباع في العالم وعندهم كذا نوع بقى كل نوع لي تفاصيل معينة فيه واحد سريع الهضم سريع الامتصاص فيه نوع تاني بطيق الامتصاص شوية فيه نوع تالت فيه نسبة بروتين عالية اللي بيستعملوا زروك اسمه هايدروي ده برضو ده نوع اللي أنا بستخدمه على طول يعني ففيه فيه كمية أنواع بروتين كتير قوي فاحنا احنا قلنا كده البروتين وقلنا كده الكرياتين طيب معلش على البروتين شراك فيه لبن ندى تعرف اللبن ندى؟ لا أنا بجيبلك يا عشان شبر الحق اللبن ندى سواء لبن عادي بس فيه له 27 جرام ظاهر بروتين لبن عادي لبن حليب حليب لبن 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 حليب لا لبن لبن فيه لبن وفيه حليب فما يفرق يعني ميش بس من بعد مقالة يعني في قصديننا مدري ده جيد ولا لا أنا معرفوش بس خبه لك أنت عادي في البروتين ده ايه أصلا؟ يعني تركيبه من ايه؟ البروتين التركيبة بتاعه؟ الحين اللي أحنا بجيب لك ميش هو عمتا البروتين ده عبارة عن احنا بيقول في مصر شرش اللبن اللي هو مصل اللبن اها لا هذا المراعي ما يعجبني بصورة بقعطك ميش خليك ميش فقط تقول شيش احنا بيقول في مصر شرش اللبن اللي هو مصل اللبن حلو هو لبن عادي بس بيتخد بيتجفف ويتعمل بطريقة معينة ويتحط عليه فليفر وتحط عليه شوية حاجات تانية كده اه وهو ده البروتين يا إما بياض البيض مبشور ومطحون بطريقة معينة طبعا بيجيبه لك كروكي كده بس يعني هو في تفاصيل طبعا كتير بس بيقولك بشكل عام يعني هو مش حاجة كيميائية هو حاجات كلها طبيعية معمولة ومجففة بطريقة اه صحية اه وبيتحط عليه الفليفر على حسب بقى انت الفليفر انت بتحبه ايه بتحط عليه شوية حاجات تانية بس هو ده البروتين فهو مش حاجة الناس اللي بتخاف من المكملات وبتخاف من القصة دي دا هي حاجات كلها طبيعية انت طبيعي مين ما بيكلش لبن مين ما بيشربش لبن مين ما بيكلش بيد فيه ناس بيبقى عندها مشاكل شوية في الهضم فيه انواع تانية فيه بقى حاجات فيجن بروتين فيه طبعا فيه بقى عالم دلوقتي فيه بقى عالم فيه عالم ضخم الهين انت كرياتين بروتين مالتي فيتامين مالتي فيتامين ده فيه كل الأحماء كل الفيتامينز اللي الجسم محتاجة احنا لو عادنا فكرنا ان احنا ناخد من كل نوع من الأكل هاخد فيتامين دي من كذا واخد فيتامين سي من كذا هلف لفة صعبة قوي وصعبة دخل كمية الفيتامينز اللي الجسم محتاجة فهو بيوفر لك الفيتامينز دي كلها في حبايا واحنا فيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين سي كل الفيتامينز جسمك محتاجها موجودة في المنتج ده بتاخده على حسب الدوز بتاعته يديك كل الفيتامينز جسمك محتاجها فيه أنواع للرجالة وفيه أنواع للستات دي وفيه أحماض أمينية كمان تساعد جسمك على مرحلة الهضم وتمثيل الغذائي بصورة أفضل فتديك برضو حاجات أحسن مش بس مجرد أنت بتاخد فيتامينز تسهل عليك حاجات كتير فدي أنا بشوفها حاجات الأساسية أوميجا 3 الأوميجا 3 حلو جدا للجوينت يفرق كتير قوي ويساعد كمان الأوميجا عماتا تساعد كمان في تقليل الكولسترول لو حد عنده مشكلة في الكولسترول يساعد جدا تصبيط الموضوع الكولسترول ده بس بلاس طبعا التمرين ما يعتمدش على الأوميجا 3 بشكل صريح يعني طيب مشروبات الطاقة بريوركاوت ولا مشروبات الطاقة ريد بول والحاجات دي حاجات دي حاجات دي ريد بول مثلا يقول لك أن ما هي بالسوء اللي يتصور يعني هذا اللي يقال وأنها تساعدك في التمرين كتمرين أنت عايزها كتمرين ولا كعادة يعني كعمتا لا لا كتمرين لأنك تأخذك جبل التمرين أنك بتعدي أداء في التمرين أفضل أصلا هو برضو هو بدي لك حاجات تديك طاقة ونسبة كافيين عليه ونسبة كاليرز عليه قوي نسبة سعرات حرية عليه قوي في حاجات كتيرة قوي بتعمل كده طب ما هو عاملك برودكت اسمه بريوركاوت بتقدر تاخده هو معمول أصلا عشان التمرين عشان يدي لك طاقة في التمرين موجود في حاجة اسمها بيتا ألانين بيتا ألانين دي اللي هي بتعمل لو جربت انت لبريوركاوت أبريكا بتعمل معاك تنميلة شوية في الشفيف وفي الجسم تدخلك في مودي التمرين أسرع فيها فيها نسبة كافيين عالية كنك شربت قهوة فيها حاجة تدي لك سترانس فيها بي سي دابل اي حاجة ديك سترانس في حاجة جواه كمان تخليك مركز أكتر في التمرين مركز في أوزانك مركز في التمرين بتاعك ما تحسش أن انت تعبان أو هزلان في نص التمرين فهو أصلا عامل برودكت أو الشركات عامل برودكت ليه الحاجة دي فأنا عارف فيه ناس بتروح للكان دي اللي هي الحاجات المشروبات الطاقة بس ما هو عاملك حاجة للتمرين وفيها أحماض أمينية وفيها حاجات تساعد على عدم الديهيدريشن لو أنت بتمرر في مكان أوتدور أو مكان حر يساعد جسمك أنه ما يحصلوش جفاف يعني هو أصلا معمول عشان ده فالناس بتروح تدور على حاجة تانية هو الحاجة موجودة منتظر والحين إذا سمع كل هذه بداية يتمرن أنت تقول خلال سبوعين ثلاثة مفترض الواحد بيلاحظ إذا ما لاحظ هل لأن جسمه ممكن يصبر شوي ولا لأن جسمه يسوي شيء غلط وكده في حاجة غلط شيء غلط لازم يكون شيء غلط لازم لأن أنا بقولك أنت النهار دا لو نزلت اتمرنت أنت لوحدك مشيت على نظام غذائي مش نظام غذائي زبطت أكلك شوي في حين أن أنت مكنش مزبط قبل كده بنلخبط في الأكل بتدخل كالوريز عالية ومتتمرنش فانزلت عملت كنترول شوي على أكلك زبطت أكلك شوي مشيت على التمرين ثلاثة أيام تمشيت يومين في الأوتدور طبيعي أنت بدأت تحرق كمية كالوريز أكتر من اللي كنت بتحرقها ومع التمرين مع الكارديو مع أن أنت قللت كمان الكالوريز اللي أنت بتدخلها فطبيعي هتحس الفرق طبيعي هتحس الفرق فإنت لو أنت ماشي على بلان لوحدك هتلاقي طبعا فرق طبعا لوحدك ليس بقولك لوحدك مش معاك كوتش بس أنت بعد فترة تحتاج في الحاجة بقى المفروض تمشي عليها مصبوط نحن نطلع على الجيم دلوقتي كيف رطيب لا تروحوا بالسيار روحوا هرولة لا قوة صعبة قوة حر هرولة إحنا هنم هنم على باب الجيم طب لوحد سوى هذا اليوم يسمونه تشيت داي هو شي تميل هو مش شي داي هو شي تميل خلي داي خلي داي خلي شهابي قلت بحك أنا هنسحب لا هو شي تميل اليوم لا هو شي تميل أنا أقولك المشكلة في إيه لو هي هتقتصر على الشي داي تمام يعني مش صح بس خلينا أقولك إيه اللي بعد الشي داي دا بيبقى الخميس عندكو صح الجمعة في البيت تعملوا إيه بتاكلوا فيه برضو فكده أنت دخلت في تاني يوم السبت عفشوا تنزلوا وتشتغلوا أجازة 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 فيه عزومة فيه مثلا أكلة مع البيت ومع الأهل وفيه مع الأصدقاء وفيه مع الأصدقاء فأنت كده ضربت ثلاث ايام فأنت قعدت الأسبوع كله مواظب وماشي على بلان وجيت في ثلاثة ايام ضيعت كل اللي أنت عملت في الأسبوع فأنت لازم بيعندك بلان لده لازم تبقى مخطط لده حتى أكلك في العزومات لشان برضو ما تضيعش الدنيا على نفسك وعلى أصحابك أنت محدد برضو أن أنت عارف هتاكل إيه أو يبقى عندك ثقافة الأكل على الأقل أن أنا فيه أكل مثلا المعاين ده أنا ههاكل في البوتين زيادة قوي عشان أشبع هتصرف هاكل فاكهة كتير عشان أأمل معدتي فهبدأ أفكر بشكل مختلف شوي لأن إحنا بس إحنا خلاص إحنا جربنا الأكل كله وكلنا الأكل كله وجربنا لزة الأكل يعني خلاص خلاص كفايا زي رمضان زي رمضان بشوف رمضان أحسن وقت الواحد يزبط فيه الشيب لأن أنت أنت بتبقى جعان طول اليوم فبتيجي أكلت الأكل اللي هيبقى موجودة هتأكله وخلاص وشبعت خلاص حتى لو دخلت حاجة زيادة بتبقى حاجة صغيرة فأنت بتشبع نفسك دائما بالأكل المفيد والصحي وبعد كده لو فيه مكان بتدخل حاجة زيادة بس يعني أفف السؤال بس يعني اللي يقول عندنا وهاب يقول أني كنت بيعون الوهم تمام أنا هنزل صورك بقى على الانترنت هنزل قلته كمان لا يفحني هنزل صورك على الانترنت وقولك عمل نتيجة شارك معنا ثلاث شهور بس يقول أنك أنك تقول لها بلقة الأكل يعني ما هي ما هي أني ما يمكن أننا تكوننا مضحية يعني كان يضطر أننا يأكل الأكل معي هقولك ليه إحنا في البداية إحنا في البداية بنطلب كوزشانير كوزشانير ده أي حد بيجيشترك معنا كوزشانير ده في 35 سؤال أنا بسألك أنت بص عمالية أنا بسألك أنا بسألك على شغلانتك بتنام كم ساعة في اليوم بتقعد على المكتب كم ساعة في اليوم طبيعة شغلك عمل إيه بتاكل منين ميلي بتبخلك الأكل حجم الاسترس اللي عندك في حياتك عمل إزاي كل الإصابات اللي عندك عمل إزاي عندك حساية من أدوية معينة ولا لأ كل الحاجات اللي انت اللي احنا محتاجين نعرفها ونسيت ليها نسيت نسيت عليها البروجرام احنا بنسألها تمرينك كم مرة في الأسبوع عايز مودة 80 قد إيه إيه الأكل اللي انت بتحب وإيه الأكل اللي انت بتحب وش كل الحاجات دي بنجمعها ونبدأ نشوف ده بلس الصور بتاعتك بلس الانبودي بتاعك نعمل بينهم ماكس ونعمل لك بروجرام وبنتناقش معاك في البروجرام ده بروجرام ده نعمل معاك مكالمة الأول نشرح لك البرنامج ونسمع منك أكتر ونشوف إيه الهدف اللي انت عايز توصله انت بتبقى قايل طبعا الأهداف دي بس لما يبقى فيه conversation فيديو call بيبقى الموضوع أبسط وأسل بنبدأ نشات معاك كل ده وبنشرح لك الستراتيجي بتاعتنا انت اشتركت معنا مثلا ثلاث شهور نشرح لك الستراتيجي بتاعتنا لمدة ثلاث شهور هتبقى عاملة ازاي وبنقسم لك الستراتيجي دي لأهداف كل أسبوعين يعني هنقول لك احنا النهار ده هتستلم البلان هنمشي عليها لمدة أسبوعين بعد أسبوعين هنت تتصور تاني وتبعت لنا قياسات ونشوف التغيير اللي في جسم فأنت لازم تقول لنا بتجدد بقى ثلاث شهور ولا بيرسل الصور بحطة في الإنستجرام لا لسه ما عملناش حاجة انت لسه ما عملش حاجة فأنت خدت البلان وشرحنا لك البلان لمدة أسبوعين مشيت على البلان بعد أسبوعين دي المتابعة بقى بعت لنا الصور نشوف التغيير في شكل جسمها نشوف القياسات بتاعتك أرقامك الدهون والعضل زاده ولا قال له ونبدأ نست وندردش معاك الأول في البروغرام ايه الأخبار طب مبسوط طب حسب تغيير في جسمك نبدأ نتكلف نص ساعة خلصنا بديك بلان تانية ونشرحها لك احنا نمشي على كذا والخطة تكون على الأكل والتمرين أكل وتمرين ومكملات لو فيه بس مش تمرين بس يعني هو تمرين للشكل الجسم والصحة العامة لازم أنت بقى اللي مطلوب منك أن أنت تبقى واقعي في تحديد الأهداف معانا يعني أنا النهاردة أنت بعيتلي تقول لي أنا النهاردة هتمرن يا كوتش ستة يام في الأسبوع وانت مش قادر تنزل ثلاثة يام أنا النهاردة أكلي عايز أوصل لكذا عايز أعمل كذا فاحنا بنبدأ نسات البروغرام بناء على اللي أنت بتقوله يعني إيه اللي يريحك أنا هتمرن والله ثلاثة يام في الأسبوع وبسافر كتير طيب هتمشي على النظام ده وحتى وإنت مسافر هنديك تمارين تمشي عليها عشان تبقى برضو ما تقعش في القوتيل نقولك تتصرف إزاي في العزومات تاكل إيه تبعد عن إيه تعمل التمارين إزاي كل حاجة بنبقى حطن لها بلان فأنت لازم تبقى واقعي معانا في الكوستشانيرو وإنت بتملاقي علشان نلاقي نتيجة هو عمل نتيجة كويسة قوي معانا ما شاء الله يعني وشكل جسمه فرق وهو كان مبسوط حط بس هو مش متعود على النظام ده هو عايز يرجع يعيد حساباته وتفكيره تاني إن أنا لأ محتاج أرجع خطوة الورى ومحتاج أقلل موعيد التمرين هو بيقول لي أنا كنت باعد ثلاث ساعات في الجيم ثلاث ساعات في الجيم فثلاث ساعات لأ في حاجة اسمها muscle memory الزاكرة العضلية يعني أنت النهاردة لو اتمرنت وعملت نتيجة دايما الناس عندها معتقد إنه بعد ما يبطل تمرين ويزيد أنا لسه هبدأ تاني وجسمي وعضلاتي فشت وحس إن أنا تعبان لأ أنت رجوعك للشيب ورجوعك للجسم الحلو اللي أنت كنت عليه أسهل بكتير لأن الزاكرة العضلية الجسم سبحان الله ربنا خلقنا الجسم بيحتفظ بالعضلات بس في صورة مختلفة يعني recovery بتاعك أو أن أنت ترجع للعضل بتاعك أو ترجع للشكل بتاعك بيبقى أسرع من أول مرة فده بيساعد كتير إن أنت رجوعك يبقى أسرع فما فيش مشكلة في النقطة دي الجزئية التانية أنت لازم تحدد معنا أهداف في كل متابعة إحنا بنعملها يعني إيه؟ يعني إحنا النهاردة عملنا نتيجة في أول أسبوعين كملنا شهر جينا بعديها إنت والله يا جماعة أنا مسافر أجازة هعود ثلاث أسابيع أو أسبوعين أعمل إيه؟ طيب هتقدر أنت في الأجازة دي تتمرن كم مرة في الأسبوع؟ هتمرن مرتين في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع طيب عندك جيم؟ إحنا بقى بنبدأ نتكلم معك طيب عندك جيم؟ لا ما عنديش جيم طيب هنعمل لك تمرين بادي ويت أو بالرابر باند بالأساتيك تاخدها معاك في الشنطة وتتمرن بيه طيب يا جماعة حلينا مشكلة التمرين طيب يا جماعة أنا الأكل في القوتيل في الفطار مش عارف أعمل إيه والغداء والعشاء طيب في الفطار هقولك على حاجات تعملها كالناس لو بتسمع تبقى عارفة ده وتبقى أنت عارف برضو إيه الحل ده عندك الفطار مقليات حلويات حاجات كتير في الفطار تركيزك في الأول وده دايما بنقوله للناس لما احنا معنا الكلاينس كتير بيسافروا كتير برا مصر وبيسافروا وهم بيتمرنوا يعني أو مش عايشين في مصر أصلا فسفرياتهم كتير وطبيعة شغلهم سفريات كتير بندخله صقافة الأكل يأكل إيه في العزومات وفي الصفر في القتيل القتيل طبعا فيه كل الحاجات الموجودة كل ما تشتهيه الأنفس بس إيه اللي أنت محتاج تأخذ بالك منه خليه نمسك واحدة واحدة في الفطار تبدأ تركز على البروتين وتبعد عن البروتين طبعا مش هتاكل فراخ وسمك الصبح تركز على الفول البيض الحاجات دي وتبعد عن المعجنات والحاجات المقلية تمام وتدخل طبقة صلطة معاك كده أنت شبعت أنا بسألك شبعت ولا عايزت أكل حاجة تاني عايزت أكل حاجة تاني ممكن تدخل فاكهة أو ممكن تدخل برضو حاجة حلويات الصبح بانكيك بانكيك ماشي ماشي ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة في ده خالص تيجي على الغداء الغداء في أي قتيل هتلاقي طبعا مشويات وهتلاقي مقاليات خليك في المشويات وخد حتة يعني خد شوية كوربس بس تدخل الأول بروتين وشبع نفسك البروتين وبعد كده خد رز أو خد الحاجة اللي أنت عايزها والصلطة فأنت كده برضو استفدت بالبروتين نيجي على العش هتلاقي العشة برضو كاريسي في كل ما تشتهي الأنفس فأنت محتاج قص بياتحك فأنت محتاج أن أنت تبعد عن المعجنات في العشة تبعد عن الحلويات بقى بالليل تحاول تاكل حاجات تبقى خفيفة تسهل مرحلة تسهل عليك الهضم وفي نفس الوقت تبقى خفيفة سناكس عندك سناكس كتيرة ممكن تدخل لو بتشرب شاي وقهوة كتير تحاول في الشاي والقهوة والحاجات دي تقلل السكر خالص أو تبدله بمحلي السكر تاكل فاكهة كتير على مدار اليوم فأنت مشكلة الأكل تحلت مشكلة التمرين تحلت نومك وريكافري بتاعك دي حاجة بتاع تكنت أنا مقدرش تدخل فيها بس احنا بنحاول إن احنا نخرج بأقل الخسائر في السفرية دي يعني مش هتبقى طالع فورمة بس احنا خروجنا من السفرية دي أو من الأجازة دي بأقل الخسائر يعني لو خرجنا من السفرية زي ما احنا يبقى ده نجاح بالنسبالنا وبالنسبالك من الدنيا ما بزيتش دايما الناس في السفرية بتسيب نفسها يعني صحية النهار دي الصبح في القتيل خلت صحية الصبح عدت عمل شوية تمرين في الروم نزلت فترت أكل تمام مظبوط يومي ماشي خلاص مظبوط أنا يعني لو سبت نفسي خلاص الدنيا بازت مني بس يعني بس يقول لك انت المتسافر يعني أكيد فيه مطعم يسوي كرسون يعني محصلش أكيد نراه يأكل يعني أحاجه يدأكل بيض يعني ماشي فيه مثل بيقول لك مصري بيقول لك نص العمى نص العمى ولا إيه ولا إيه ولا العمى كل الراجل ده مصري نص العمى ولا العمى كل يعني ما سيبش الدنيا بوز قوي ولا قافل على نفسي أو ما مسافر برضه مبسط ف ما ايش هجرب دي هجرب دي بس أبوز 20% 30% أحسن ما بوز 120% طب لو أخدت مثلا أنا بقول لك الحين لو اتمرنت ممكن أبغى راح أتغدى بأخد مثلا ستيك حل ميش بس أبغى بطاطس وكتشب حل ميش مش مشكل عادي واللي يعتبر هذا التخريب لا مش مشكل مش مشكل ده سفرية لا لا هاتي الطبيعية لا 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 جد ولا إيش المشكلة يعني شوية بطاطس شوية بطاطس إيه أنا بقولك هي بطاطس مألي يعني شتوغة يعني شتوغة راح أخد طب إيه رأيك لو بدلنا بطاطس مألية دي ببطاطس في الإيرفراير وتحط عليها زيت تحط عليها زيت لا لا عادي ما دري حنا كله مني روحت مطعم ما عنديش مشكلة في البيت معك ما عنديش مشكلة بس ده يعني شبع نفسك ببلوتين دايما بقولها كده آه ما بسيطة عندي فقالك ما غير تنشيك والتطخيم تفضل يا بيش انت التطخيم انت بتحدد انت عايز تعمل إيه لأول وبعد كده تبدأ تمشي في الديريكشن ده بس الفرق بين ده وده التطخيم ان انت بتبدأ تكبر المس المس بتاعك تبدأ تزود عضلاتك ومش تركيزك الأساسي على ان انت تقل في الدهون انت تركيزك الأساسي على زيادة العضل ده اللي هو تايب 1 تايب 2 اللي احنا اتكلمنا عليه التنشيف انت تركيزك أكتر في تمارينك وفي أكلك ان انت تنزل الدهون وما تركزش قوي على العضل ده التايب 2 وطايب 3 ان انت بتشتغل على اتنين في نفس الوقت شبسي في وقت معين بنشتغل على ده بس ببرسنتج يعني ما بنروحش في زيادة العضلات زيادة صريحة وما بنركزش على الدهون لأ بندي برضو تمارين لحاجات الدهون انا عايز اقولك على حاجة بقى معلومة مهمة أول انت عارف ان لو واحد رفايع جدا وعايز يزيد عضل يلعب كارديو مع تمارينة المقاومة ده علشان زيادة العضل هو لعب تمارينة الحديد دخل على الكارديو لعب كارديو نص ساعة او عشرين دقيقة القلب بيدخ دم للجسم كله وبالذات في العضلة اللي انت لعتها يعني لو لعب شست اكتر عضلة القلب بيدخ دم فيها اللي هي اقرب حاجة لتمرين اللي لعب فيبدأ الجسم يضخ دمه واكسوجين اكتر للعضلة فالعضلة يحصل فيها زيادة فدي معلومة واحد يقول لي تبا كنتش رفايع انا عامل كارديو ليه لا احتاج تعمل كارديو عشان ده يزودك عضل نجيب فالكارديو مهمة اللي عايز يخس واللي عايز يزيد طيب فيه اللي يضطروا انهم يساقون عمليات جسم عدى ومبيره هل في حل لهم ان يقدر يساعد انه ما يتصير التراهلات بالشكل اللي بتصير طيب هقول لك بنا عشان قصة العمليات دي محتاجة قعدة محتاجة حلقة خلينا ناخدها العمليات الاول بعد كده ناخد الحقن الساكسين ده وش عارف ايه طيب العمليات المنجار المنجار العمليات تنفع طبعا بس لوقت معين يعني لناس معينة انا النهاردة وزني فوق المية وخمسين كيلو والدكتور منعني لسبب ما عندي لقدر الله حاجة في الرئة او حاجة في القلب ان انا اعمل اي مجهود بدني اعمل العملية ما تستسهلش يعني يعني لو انت ما عندكش سبب مقنع ان انت تعمل العملية يبقى ما تعملهاش لان انت بعد ما تعمل العملية الطبيعي الدكتور هيقولك ايه محتاج بعد العملية تتمرن وتمشي على نظام غذائي علشان ما ترجعش تتخن تاني فهي دي فكرة العملية سواء بقى شد جلد شواء الرنج شواء التدبيس المعدة سواء ايا كان العملية ايه لازم هتعمل رياضة وتمرين بعدها لازم تعمل رياضة ونظام غذائي بعدها انا مشكلتي معها ايه ان الناس بتعملها عمالة على بطال وبيرجعوا يتخنوا تاني دي اول سبب تاني سبب ان انت لما هتعمل العملية جسمك مش هيبقى حلو هقولك ليه انت النهاردة استعاب جسمك للأكل هيبقى قلال جد اي عملية منهم مش هتاكل مش تاكل كويس مش تقدر تاكل بروتين كويس مش تقدر تدخل احتياج جسمك من البروتين مش تقدر تدخل احتياج جسمك من الكورب هتتعبك فطبيعي لما تدخلش جسمك السعرات الحرية اللي هو محتاجها هتخس فانت هتخس ايه تخس عضل وهتخس دهون فهتبدأ ترجع في نفس القصة هيبقى شكلك تعبان هيبقى شكلك هزيل كتافك دي هتقع يسمك هتعمل كده فيش اي حاجة تستدعي ان انت تدخل في المرحلة دي الا لو انت وزنك فوق 150 كيلو وتمنعك الدكتور يمنعك من ان انت تقدي التمدرياضي فانا بشوفها كده في حين ان انت أصلا من تكده كده هتتمرن يعني من تكده كده بعد العملية الدكتور يقولك اتمرن ويمشي على نظام غذائي طيب ما تمشي على نظام غذائي وتتمرن من غير العملية بس دي دي انا بشوفها لصحتك في الاول في الاخر انت كده ما حسنتش صحتك انت تخلصت من الدهون بشكل مؤقت فانت هترجع بعدها هتتمرن هترجع بعدها هتمشي على نظام غذائي طيب يعني إيه الفكر فأنا مبرجحش بصراحة قصة العملية لأن أنت صحتك هي الأهم صحتك هي اللي هتخليك أقوى وأحسن فأنت مش بحتاج أن أنت تأخذ الشورتكات في حين أنت حتى لو خدت الشورتكات ما أنت كده كده تتمرن يعني عارف أنت فاهم الكونسيبت في إيه نفس الكلام في العملية يعني هو بيتمرن يمكن ما عنده مشكلة مع التمرين بس أنه لما يسوي العملية بيتطر يعني بيساعده في اللي هو الأكل أنا ما بيأكل الكمية اللي كان يأكلها أول بس فبين حفيا مش هيأكل الكمية اللي هو بيأكلها يبقى كده أكيد هيبقى مشكلته في البروتين يعني مش هيقدر يدخل البروتين زيادة فهيقع ماصلز فيبدأ الماصل ماس بتاعه يقل فيبدأ شكل جسمه ويبقاش حلو والترهولات تزيد ده خد بالك ده بيزول الترهولات بشكل رهيب لأنه هو مش قادر يأكل البروتين حتى لو هو بيتمرن حلو يعني حتى لو هو بيشيل أوزان في التمرين هو مش قادر يدخل جسمه كمية البروتين اللي هي اللي هو محتاجة عشان تزود العضل فكده هو ما عملش حاجة وتلاحظ على فكرة معظم الناس اللي بيعملوا عمليات بيبقى شكل جسمهم مش أحسن حاجة يعني ده هزيل كتفه ونازل لتحت وشه وتحس انه هو عنده يعني تعبان عنده مرض أو حاجة فببقاش الشكل حلو إلا بقى لو انت خلاص عملت العملية وخلصت لأ انت محتاج بقى خلاص انت خدت الخطوة دي محتاج بقى ان انت تمشي على نظام غذائي مناسب ليك مش اي حد يحطه لك محتاج تروح لحد متخصص عشان هو هيبقى فاهم انت تقدر تاكل ايه وتقدرش تاكل ايه استعاب جسمك من البروتين قد ايه يدخل لك سابلمنت عشان يكمل لك الكالوريز انتيج بتاعك أو يكمل لك القيم الغذائي اللي انت محتاج تاخدها من البروتين والكاربس والفاتس المناسب ليك ايه مدة التمرين قد ايه عشان ما تمشيش على الفاضي بس نفس الكلام في الحقن الحقن دي بتسد الشهاية تماما بس وبعدين بترجع تدخل تاني لو بطلتها عشان انت كده ما عملتش حاج انت دفعت رقم كبير قوي في الحقنة وما تمشي على شهر وبعدين متعبة متعبة على طول تعبان على طول هزلان على طول مزغل بتخليك ترجع كتير بتخليك مودك مش حلو مقاريف مش قادر تتحرك بتخلي المودة العام كله مش لذيذة وهتخلي برضو استعاب جسمك او احتياج جسمك للبروتين مش تقدر تاخده ولا من الكاربوهايدريت ولا هتبقى قادر تتمر بس خلينا نقول انت عملت خدت الحقنة وخلاص وزبطت كل حاجة إلا بعد كده فيه بس معلومة في النص انت لو انت ماشي في الكورس بتاع الحقن بتاع الساكسين ده او الحقن دي انت مفروض هي لها طريقة معينة حاجة اسمها البرامد بتطلع بالدوز بتاعتها وبتنزل تدريجي يعني انت فيه ناس بتوصل ل 12 انت بحتاج ال 12 دي ما تقطعهاش مرة واحدة لان انت لو قطعتها مرة واحدة هتاكل على طول هتاكل هتاكل كل الناس هتاكل هتاكل كل حاجة فانت تقطعها بتدريج تبدأ 12 تنزل ل 10 بعد كده فيه تركيز 7 ونص اسبوعين بعد كده 5 بعد كده 2 ونص أقل تركيز فانت نزلت بالدوز تدريجي عشان تقلل غضة الشبعة دي تشتغل واحدة واحدة تدريجي وتبدأ تاخد حاجة فاتح شاهية بدوز معينة يعني ليها ليها تفاصيل طبعا كتير حتى لو انت خلصت دي انت بحتاج برضو تتمرن طيب الحلو واحدة وزن مثلا 130 أو 140 ودخل نظام غدائي ونظام تدريبي عشان ينزل هلو نزل إلى 80 بيكون عندي تراهلات برضو لا لا معانا يعني انا اشتغل غالنا بيعلى النفس بقى شوية يعني اشك هستغل نيواربين لا يعني قصدي معانا يعني هشترك معانا هنقدر بنعمله ده تقول انت معانا لا 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 انت كده كده معانا يعني خلاص احنا قفلنا الموضوع ده في أول حلقة تمام انا وجعت قبل ادخل ايه هتشيلها وجعت قبل ادخل اه طب تماما باش طبعا لا ايه لو لنفرد دخل معاكم ولا ايه تاني بس صدقي هل ممكن للشخص انما يعني انا ظنيت ان التراهولات فيك فيك لا خلينا اخد ايه انت النهارده نسبة الدهون عندك هنا ونسبة العضل كده لو انت بتقلل ده فتبدأ الجلد يعمل كده يعمل تراهولات لو انت عملت انزل ده وده سابت هتبدأ التراهولات تزيد وده بينزل انما لو انت بتزود العضل مقابل ده فتبدأ التراهولات ده تقل فانت بتزود ده وتقلل ده عشان يتقابلوا هما الاتنين عند نقطة فالجلد ما يشدش بس هو وارد ان يحصل تراهولات وارد واحد مثلا وزنه كتير قوي وفوق المئة وثلاثين مئة واربعين وطبيعي يحصل حاجة كده بس بتبان اكتر في ايه يعني لما تبان في البطن بس حتة بسيطة تقدر بقى تشتغل عليها شوية تمرين بلانك ياخد تان ياخد شمس بتاع بتبدأ تروح تدريجيا بس تبان قوي في ايه في الجزء ده الترايسبس تلاقي معظم الناس اللي عملت عمليات او اللي بتخس بالطريقة غلط بتعمل ايدك على الحتة دي كده تلاقيها سايبة خالص ومش مجدود فتعرف ان هي انت عملت ترايسبس نا لغا يجرس عملية عسلت تبدأ تلاقي دي مش مجدودة تبدأ تلاقي دي سايبة خالص مفهاش عضل فيحرك ايده لا خلاص دي بقى الباي باين عندك الباي سيبس باين تبدأ تبدأ دي تبان عنده مش مجدود يبدأ الجزء بتاع الشست الحتة اللي تحت دي تحس ان هي سايبة جسمه مش مجدود فهي دي الفكرة فيه انه تزود ده مكان العبر مكان اللي تفقد بمنتهى البساطة يعني منتهى البساطة بس بمنتهى البساطة والله منتهى البساطة يعني انت تقدر تغير هاي تكرر انا عايز اقولك في نسبة الحبيب يبدأوا معنا وبيبقى جاي خس كمان بالطريقة الغلط اه وبيعمل نتيجة بس بتبقى يعني قبل ما ييجي اولا ما يبدأ اقول له بس خبالك انت خسيت غلط لانه هو خس بقى عن نظام ايه انا قطعت كارب خالص ومادخلش كاربوهايدرات جسمه خالص وقللت بروتين وبقيت ااخد 600-700 كالوري في اليوم ومش عارف ايه وبتاع فبيجي هو أصلا حبيبي خلصان هو جاي ناشفان خلصان وبعدين هو خسس من فوق كدفه ودرعاته وبطنه خس شوية بس سايب بيبقى صعب طبعا علاجها ساعتها يبقى صعب ان انت اللي خلصت الموضوع عب مكان بروتين بسيطة خلاص لا ياريت والله ياريت ياريت السؤال السؤال سرع السؤال السؤال الازالي بتاع السيكس فاكس اه ايه الطريقة الصحة من غير ان هي اللي يوم غير فات السيكس فاكس تطلع الاكل اكل كتير لا الاكل تثبيت الاكل نفس الفكرة البطن دي اكتر جزء الدهون بتتخزن فيه الدهون العنيدة بتتخزن فيه والدهون السلسية بتتخزن فيه فانت محتاج دايما هي العدلة موجودة هي السيكس باكس موجودة عندنا كلنا عند كل الرجالة وعند كل استاتراب بيننا خلقنا كده بس كمية الدهون اللي عليها مغطيها مش مخليها ظهر فانت النهاردة عندك حلين الاكل والتمرين الحل اولاني بالاكل ان انت تزبط وتلعب فيه طبعا طرق كتير قوي ان انظمة غذائية تقدر تمشي عليها كارب سايكلين مش عارف ايه تقطع الكارب مثلا نيومين تبدأ تزود كذا يعني ليها لعب كتير قوي في حتة الاكل والصابل مثل تدخلها زي السي الاي والاي الكارنتيني يحول الدهون السلسية لدهون سنائية فيبدأ جسمك يشتغل على المنطقة دي اكتر فتبدأ ان انت لما تنزل الدهون على منطقة البطن نفس فكرة الخساسان وتبدأ تلعب تمارين بطن فيبدأ العضلة تظهر وتبقى وده بينزل وده بيطلع فيديك الشكل في الاخر اللي انت عايز تشوفه بس ده ما يمنعش ان انت تمشي على نظام اكل بس لأ انت محتاج ان انت تزبط تمارين معاها لازم تلعب تمارين معاها انت تلعب تمارين معاها تمارين مقاومة تمارين بأوزان يسرع حرق الدهون على المنطقة بتاعة البطن دي شهر جي بي تي ما يخرب عليكم اللي انت تسوينا هو خرب كتير طبعا اعطيه لو مثلا لو اني افحص كل شهر وبعدين الجهاز اللي طلق لورقها هذي اي فوق يأكل بيانات يعطيها شهر جي بي تي ويجمعني بياناتها قارب بعد شهور وقول لها ده سؤال مهم جدا ده جدا خلاص هو يعلمني وشي سوي طيب الشات جي بي تي انا عايز اقولك انا كان لها تجربة معا احنا عملنا نيتريشن بلان جينيريتر يطلع ال النيتريشن بلان لكل وغزناه بمعلومات كتير قوي عن المطبخ المصري المطبخ اللبناني المطبخ السعودي السوري كل المطبخ العربية لانه اخد بالك شات جي بي تي ما عندوش ثقافة الاكل العربي محتاج تغزيه تقعد تديله معلومات وقت طويل قوي وساعات كتير قوي بيقلش احنا جربنا ده انا اشتغلت على شات جي بي تي وقولنا هنشتغل به فترة كنيتريشن بلان كي يساعدنا ان هو يدي ريسيبيز في الحتة بتاعت النيتريشن بلان مش التمرين التمرين نووي نووي العداد بتاعت المجتمع السعودي ايه هم بيتصرفوا ازاي بيأكلوا ايه لما بيروحوا يعودوا في اسمه ايه ده المجعد اسمه الدوانية مش فاهمين الكلام ده بتاكلوا ايه البلح او التمر موجود ازاي القهوة هو ما عندوش استقافة دي فمهما غزيته هو مش عارف يحلك مشاكلك فانا فكرنا ان احنا لازم التواصل بيننا وبين العميل نعرف احنا كشخص كهيومن سورس نعرف نتكلم مع الكلانت بصورة افضل ونعرف نحل مشاكله لازم الحتة يبقى فيها حتة ايموشن لي عشان الشخص ما يتفش ما يزهقش انت لو بتكلم ماشين هو مش فهمك هو انت بتقول له وهتقلل اكلك لا مش محتاج حتى لو دخلت معا وغزيته بالتفاصيل الكتير دي مش هيدي لك النتيجة اللي انت عايز وهو مستحيل يبقى ايموشن لي زي يتعامل معاك ايموشن زي الشخص الشخص عارف انت بتعمل ايه وعارف ان انت لو متجوز معاناتك عاملة ازاي وضغط الضغط عليك وطبيعة شغلك فنوي انا شايف الشات جي بي تي نوي في حتة الهيومن سورس دي يقدر يحتلها مع احترامي لكل الناس والحلقة اللي كانت معقولة عن الشات جي بي تي ممكن في حاجات معينة في البروغرامنج في ان هو يحط لي سيستم يطلع لي المبيعات بتاعتي انا صحك ان تكون احترامي للشات جي بي تي عشان لما يجرى البيانات ما يدمرك ربنا يا أستر الله لحنا شي ممكن يشيل الحتة دي لا انا بجد يعني مش شايف وينفع في الحتة دي بس انت قلت ما ينفع في موضوع التغذية التغذية لا علش كتير قوي كتير قوي وممكن التمانيين انه ما بتاتلي بتي بس الاي نفسه ممكن يساعد لو كان فيه منتج خاص فيه انه يتابع حركاتك في يفيدك اذا انت تتمرن صح ولا لا يعني ممكن ممكن اه بس كconversation انا اطفل كconversation مش هيوصل يعني مش هيخش جواي مش هيلمسني طبعا هذا نحن تتكلم يعني كشركة انت الآن ما عشت جي بتي بس انا لو اني كشخص وعطاتك بياناتي كل شهر ممكن يعطيني بتي جيد هيديك هو بيقولي ايما تغيرت هنا ترى زاد عندك مدير مفترض هو هيديك report هيديك report كامل عن الفترة اللي انت قدتها بس هو بعدين الحلول اللي هو هيدهاي لك مش حلول لان عارف مش حلول اللي انا لمسها يعني مش حلول لانا كشخص بقرى الحاجة دي او باسمع الحاجة دي انا لمسها حتى لو هو بيتكلم معاك حتى لو انت شايفه شخص قدامك مش حلول لانا لمسها حتى انا يعني بعطرت شوية على المدربين اللي بيبيعوا programs بالشات جي بتي هو ما عملش حاجة هو خد الفلوس من العميل وحط البيانات بتاعته على الوزن وطوله سنه وعايز يوصل لإيه وده انتر طالعه هل انت عرفت مشاكل العميل ده ايه هل انت اتكلمت مع العميل ده هل انت لمسته هل انت عرفت تفاصيل حياته طبيعة شغله متجوز ولا لا ايه الاصابات اللي عنده ممكن يجيب معاك نتيجة في الاول ممكن البروغرام ده يجيب معاك نتيجة في الاول بس بعد كده مش لمسك الجنريتور اللي احنا جربناه عابنا بتاع سنة سنة ونص ندي orders وندي مش عارف ايه ونعالج ونحسن وطور والمطبخ الخليجي والمطبخ العربي والمطبخ السوري بيقلش برضو للأسف يعني حتى يعني حتى ابسط الحاجات لا انت برضو خبت بالك انت عايز تدي البلان الشخص ياخدها مظبوطة خلاص عليه في الجول هو بقى ما عندهش التفاصيل ده وما عندهش تفاصيل ان انت ممكن تروح تتعزم عند والدك والدتك في البيت فتتصرف ازاي في ده مش يعرف حلالك ده فانت رازم تتكلم مع حد عشان يوصل معك لدي موسيقى